بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي ومشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أمطار على استعادة الكأس الضال والحلم الذي طال إبراهيم أهلا بك أباش مهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة هي بالفعل حلقة ترصد رحلة البحث عن الكأس الضالة كأس بقالها عشر سنين بتتدلل وتتدلل على الأهلا باش مهندس ها يعني هو مشكلة المشاهد اللي بتبقى من مباراة دي أنه ممكن يحصل أي حاجة فيها خصوصا لو فيها ضربات جزاء أو بتاع ولم يبتسم لك الحظ أنك أنت تأخذه أعتقد أنا الأوان والأهلي اليوم في حالة جيدة المصري خصم عنيد جدا نحن نتحدث عن هذا باستفادة ولكن نعيش والأهلوية كلنا هذا الحلم ولكن الخدمة الكبيرة العملة الأهلي المصري أنه دخلوا لكم في الدرالية ودخلوا السوبر بالفعل هي هدية غالية جدا وهدية تاريخية المصري أمره مكان سابق قبل كده اللعب مباراة السوبر محلي مع فوز الأهلي على سموحا بارح وتأهله للمباراة النهائية ضمن الأهلي المشاركة في السوبر بصفته بطل الدوري فبيلعب معاه بطل الكاس أو وظيف الكاس فلو المصري فضل وصيف الكاس إن شاء الله الأهلي يتوق بالكاس هيلعب المصري كوصيف الكاس مع بطل الدوري اللي هو الأهلي أي نتيجة غير تأهل الأهلي لنهاء الكاس يعني لو كان سموحا لكاس بمبارح وصعد نهاء الكاس المصري ما كانش حيضمن حتى لو طلع تاني الكاس إنه يلعب ماتش السوبر فتأهل الأهلي لنهاء الكاس ضمن المصري دخول أو اللعب مباراة السوبر ودخله كمان كوصيف في بطولة الكونفدرالية يعني المهم أهم حاجة بقى أنت تعزين المباراة بشكل محترم حافل بالمتعة والصراع الفني الشريف بإذن الله تعالى وده اللي هتبقوه في حلقة النهاردة اللي فيها خمس موضوعات مهمة عندما يعود تعود المتعة والغالي علينا غالي تصدق صدقتك عموماً إحنا اللي سبنا البصمة وأخيراً جونيور أجاييه محترف بنكهة الأهلي إيش مهندس نهاردة كابتن حسام البدري في التمرين أنا بس عايز أعلق على فقرة جونيور أجاييه هي جاهزة معنا بالها كذا مرة والظروف ما بتسمحش وكأن القدر يريد أن تزاع في لحظات التقلق التمييز بتاعهم أمبارح أحلى حاجة صحيح في المتش مبارح أجاييه فربما يعني زي ما بقولوا كده ما حدش عارف تملي الخير فين أعتقد أن هي ترحيلة لوقتها لوقتها 21 لعب النهاردة كانوا في مران الأهلي استعدادا لنهاء الكاس النهاء إن شاء الله ساعة 8 مساء يوم الثلاث بإذن الله في أستاذ برج العرب النهاردة اتحاد الكرة أعلم بعض الضوابط لهذه المباراة مبدئيا تم الاستجابة لطلب الأهلي بالاستعانة بحكام أجانب الكابتن عصام عبد فتاح هو مش طلب الأهلي يا أستاذ أبراين بس إحنا لدينا نفهم إذا كان الأهلي يلح على هذا لأن كان الأهلي والزمالك إذا وصلوا النهائي ستلعبوا بأجانب والمصري أيضا أريت أنه عايز حكام أجانب برح بعد المباراة مباشرة كابتن سيد عبد حفيز كلمت هذه الكرة في أنه رفعا للحرج والضغط اللي ممكن يصحب المباراة والمصري عايز حكام أجانب والاتحاد عايز حكام أجانب لكن فكرة أنه تمالي عند التصريح يقول لك إسا جابنا لا ما تجبتش طلب الأهلي فقط كل الأطراب مصلحتها مصلحة مصر شوف الاتحاد الكرة نفسه ما كانش متوفق على حاجة أكتر من هات حكام أجانب وريح دماغك لأنه عنده خلفية أن المباراة لها حساسية شديدة جدا عنده خلفية أنه ظروف الماضية اللي أحاطت بلقاء الأهلي والمصري ما زالت علقة في الأزهان عنده خلفية كمان أنه ده نهائي كاس في كل الأحوال درقا لكل هذه المشحنات خاطب اتحاد الكرة اتحادات انجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسربيا حسب تأكيد كابتن أصامع فتح ليه انتظارا لتلقي ردود هذه الاتحادات بكرة إن شاء الله عشان تتحدد جنسية الطاقم اللي حيدير هذه المباراة اللي هي المرة التمنى اللي بتجمع الأهلي والمصري في نهائي الكاس اتحاد الكرة كان عنده أكتر من اقتراح في المسألة إنه يبدأ يزود عدد الجمهور لألفين بحسب ما أعلى العميد سروة سويلم لكن النهاردة الاجتماع التنسيقي الأول اللي اتعمل نزل العدد المسموح به لكل نادي لتلاتين فرد فقط مسؤولي مجلس الإدارة وبعض العناصر التنفيذية المسؤولة فكرة إنه انت تجيب لخمسة وسبعين واحد يزيده في المدرج لمتين تلتميت واحد وتبدأ المشحنات الأمن شايف إنه لا دي مباراة ما فيهاش أي لا تحتمل المقطرة لأي كلام ولو بنسبة واحد في الألف بالضبط فتم قصر العدد على إنه خمسة وعشرين صحفي عشر مصورين فقط تلاتين فرد من الأهل وتلاتين فرد من المصري اللي هم مجلس الإدارة والعناصر التنفيذية في النديين غير كده مش حيكون مسموح فيه أتمنى أن يتنفس ده بانضباط شديد عشان إحنا يعني شفنا حتى خلال الفطرة الماضية نوع من التلاسن الذي يعني ما كنا نطلوبه ولا نرتاح إليه ولا نتوقعه يعني إحنا في وقت كلنا بنلملم الصفوف بنرجع الأمور إلى طبائعها مش محتاجين شوات حمقة يعودلنا المشهد أو يرشلنا الملحة الجرح زي ما بيقولوا يعني يبقى الثلاثين اللي داخلين يتحملوا مسؤوليتهم واحد وواحد هم مجلس الإدارة يعني مجلس الإدارة وعناصر التنفيذية فبالتالي مسؤولين مسؤولين وبيبلغوا أسماءهم كمان بالظبط الواحد وعشرين لعب اللي كانوا في مران الأهل النهاردة استعدادا للمباراة أحمد عادل ومحمد الشناوي وعمر رضوان دول اللي شاركوا في المران وأحمد متعب وأحمد فتح وصلح جمع وإسلام محارب وأحمد الشيخ وهشام محمد وميدو جابر وحسين السيد ومحمد هاني وصبر الرحيل ووليد أزارو وأحمد بكهم وفوز الحناوي وأكرم توفي وأحمد ياسر ريان ومروان محسن وعمر جمال وعمر بركات طبعا معظم الأسماء دي ما لهاش حق المشاركة في مباراة الكاس لأن العناصر الجديدة اللي عائدة للأهل زي إسلام محارب وزي أحمد الشيخ أيضا يمكن آه هم دول ووليد أزارو كل العناصر الجديدة الصفقات الجديدة كان تم الاتفاق إنها ما تشاركش في الكاس لكنه موجودين في التمرين طبعا موجودين وإن كان طبعا سناء سموحة إسلام وأيمن أشرف آه مش هتقيده أيمن أشرف نضم النهاردة بشكل رسمي نضم رسمي بس مش هتقدر تقيده أفريقيا آه فليس في حسابات القيد الأفريقي آه عشان لعب أفريقيا بمناسبة القيد الأفريقي النهاردة بعض الظهر الاتحاد الكرة تلقى البطاقة الدولية لواليد أزارو من الاتحاد المغربي آه علشان يلحق الأهل قبل انتهاء معاد القيد بكرة إن شاء الله من التدعمات القوية في قيمة الأهل الأفريقية القيد الأفريقي غدا والجهاز الفني هيعلن خلال ساعات يمكن حاليا في اجتماع تشاؤري علشان يبدأ يختار ثلاث لعيبة ينضموا للقائمة الأفريقية من بين أحمد الشيخ وهيشان محمد ووليد أزارو أو أي لعب يمكن أن يضم الأهلي وخاصة في الدفاع خلال الساعات اللي جاية قبل غلق باب القيد اللي حيبق بكرة جمعة الساعة 12 بالليل بتوقيت القهيرة ها يعني هنلحق نجيب مدافع إلا إذا كان يعني قدام خصوصا أن اللعيبة السوريين فيه حاجة والعراقيين أغلى لعيبة في الوسط حاجة غريبة جدا يعني حاولت من مدة أجيب أكرم نشأة طبعا أيام ما كان اللعيب بـ 300-400 ألف كان هو بمليون ومليون ونص دولار فالعيبة العراقيين والعيبة السوريين بيعرفوا سواءوا نفسهم كويس لا هما ظهروا ليهم سوء ما عرفش يعني سعرهم عالي جدا يعني ده يا جزل أنهم مطلوبين في الخليج بالتحديد ما عرفش يعني هو الدور الصيني هما اتجهوا إلى الدور الصيني فطبعا بيدفعوا هناك مبالغ كبيرة وده دوري لازم نبتدي نشوف لنا طريقة في التسويق فيه بصراحة عصام صراج المدير التجاري ومسؤول التعقدات في النادي الأهلي بيعلن عن ضم أيمن أشرف للنادي الأهلي لمدة خمس مواسم قادمة أيمن أشرف الظاهير الأيصر لسموحة انتقال حر عقده مع اسموحة خلص وعاد للأهلي حاب يرجع للأهلي والأهلي عايزة سفيد من خدماته صفقة كويسة عشان يكمل فكرة عودة الطيور المهاجرة ما تروح تنضجه وتكتسب خبراته وتجيلك إليه لا يعني مش غلط اليوم السابع بيقولي الأهلي بيبلغ مو من زكريا برفض رحيله للفيصل السعودي كابتين أحمد السيد يعني رأتنا ملاحظة كابتين أحمد السيد بيتحرك كثيرا في صفقات وتوقعات هل هو اتجه للعمل في هذا المجال لأن شفته مع نادي زمالك في أكتر من الصفقة صفقة حرة مش محتاجة الصيد لا مش الصيد مش محتاجة يعني يبقى وكلاء مش وكلاء الراجل حيض أقولي أنا عايز كده يعني هو وإسلام محارب وأخدانك وأيضا أحمد الشيخ يا رب وهشاب محمد لا أنا فيه واحد نفس يرجع نادي الأهلي حيفيدنا جدا جدا مين بقى؟ مانجة أحمد نبيل مانجة طبعا من اللعبة أنا استغرفته ممشي جوكر وعنده قلبه حاجة قوية جدا عنده شخصية الأهلي كمان مؤمن زكريا كان عنده عرض من الفيصال السعودي لكنه تم الاتفاق معها على الاستمرار وحتى مؤمن بعد المباراة مبارح ومشاركته وتألقه كتب يمكن تغريدة وقال أنا لعب في النادي الأهلي خلاص وسعيد ومرتاح جدا في النادي الأهلي ما هم مش معقولة أن الأهلي حيطلع يعني نجومه كلها للاحتراف فكويسا الملف ده يتقفل مؤمن لعيب مهم جدا جدا يعني كان بدأت الجرائي ترغي فيها كتير وممكن أقول لك البادل يهدد ومغاضب وحتخش بقى في يعني أعمال إيه التصعيد ملياش لازمة كويسا المؤمن يتقفل الليلة دي والأهلي كان واضح جدا معه عمر جمال بيجدد طلب الرحيل فيدفست الجنوب الأفريقي اللي هو رخر بيجدد طلب شراء أو استعارة عمر جمال يعني وكان الأهلي وافع وحط 600 ألف دولار لو الناس دي جدد هتقولهم طب إحنا موافقين خلاص لا مش جدد هو عمر جمال كمان ما مقيد أفريقية يا جماعة الناس لازم تفهم هنلعب أفريقيا إزاي طيب يعني مش كل لعيب عايز يمشي يقدر يمشي دلوقتي في الشتاء في الشتاء ممكن نتكلم في الكلام ده كل انتقالات في الشتوية وحبتك في الصيف حبتك في الشتاء لا يعني حبتك في الصيف يعني حبيني في الصيف أحبك في الشتاء قد في الصيف صحيح والوطن بيقولك البدري يكشف سبب فشل صفقة عمر ميداني وموقف لعبيه من منتخب المحليين وبتنقل لكابتن حسام البدري أنه خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج قال أن المغالاة المالية والمطالب المبالغ فيها لضم اللاعب السوري عمر ميداني كانت وراء صرف النظر عن التعاقد معه وقال أنه لا توجد لدينا أي موانع في انضمام هشام محمد وأحمد الشيخ لمنتخب المحليين لكن إسلام محارب لن يستطيع الانضمام بسبب الإصابة وعمر بركات نظر لحاجة الفريق إليه كويس أن عمر بركات بدأ يدخل في الصورة بشكل قوي مقيد لا مش مقيد أفريقيا وبرضو من الحاجات اللي يمكن الكابتن حسام البدري مبارح الحقيقة انفعل شوية فيه استنى بس أصل هشام محمد والشيخ مش هيلعبوا كاس لكن بركات حيلعب آه في الكاس عشان كده في الكاس مش في الكاس الكلام على رواتب المدربين وفلوس اللعبين هي مسألة سدقوني مش موجودة كتير إلا في الإعلام المصري يعني كتير قوي في الإعلام الخارجي محدش بيبقى معني ربما في لعب ما يعرفش زميله بياخد كام ومش كل الناس بتعرف تفاصيل أرقام الفلوس بالنسبة للعاب والمدربين إحنا عندنا محدش سأل بالمناسبة هو كابتن طريحها لما درب الزمالك خذ كام ولا كام بياخد كام ولا فلان اللي مش من سموحها ولا فلان اللي راح المقصة وهكذا لكن عند الأهلي بيبقى فيه سبوت شوية على خصوصية الناس أهمها برضو الفلوس وتعاقداتهم فراتب الكابتن حسام البدري وتجديد عقد حسام البدري والفلوس اللي ياخدها حسام البدري كانت مسار تركيز مبالغ فيه شوية من الصحافة وده ممكن اللي خلت الكابتن حسام البدري مبارح بدأ منفعلا شوية هو بيرد على أحد المرسلين من الملعب إلا أنا شخصيا فكرة إحراج أي حد بيسأل سؤال ما بحبهاش ومش لطيفة لكن كمان إحنا علينا وإحنا بنسأل نسأل السؤال المعقول لأنه كابتن حسام قال له يعني العقد متجدد من فترة والكلام ده بقى متعبلية جدا طول الوقت الناس بتحب تسأل جددت ولا لا وجددت بكام فلغاية النهاردة يمكن ما دي إجابة بس الموضوع ما دي إجابة هو بيسألوا جاوه جاوه بقى مضيق ببتعمه وكمان مش كل يوم أسألك نفس السؤال يعني يعني مطلوب من الناس تسأل في المعقول والمصادر المعنية ترد برضو في المعقول الأهل يقرر مواجهة التراجل التونسي يوم 16 سبتمبر في دوري الأبطال ده الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حدده يوم 16 تسعة اللي جاي إن شاء الله هيكون موعد مباراة الأهلي والتراجل مباراة الأولى مباراة الزهاب في دوري الأبطال في دوري الثمانية اللي حتقام في إستاذ برج العرب بحضور 25 ألف متفرج حسب ما تم الموافق عليها مش موندس ونجح التراجل طبعا بعد ما خد البطولة العربية محتفي ومحتفل بالجايزة الكبيرة اللي خدها وسافر بيها طبعا 2.5 مليون دولار هتعينه تماما في فترة الانتقالات وقيد اللعبين تدعامه كتير طبعا يعني هو لو عايز يجيب لعيب ومتردد ما عندهش مشكلة دلوقتي السوبر السوبر المصري الأستاذ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن راعة تحاد الكرة بيأكد على أن السوبر خارج مصر تعرفين أنه كانت احتمالية أنها تكون بين الأهل والزمالك لو الزمالك كمل في الكاس وخد البطولة أي راعي أو أي مستثمر يهموا كتير جدا المباراة جماهرية في حجم الأهل والزمالك زي ما حصلت في الفترات الأخيرة لكن الزمالك خدها من قصيرها وخرج الأهل تأهل أصبح الأهل والمصري هما طرفوا مباراة السوبر طبعا أنا أقول لك حاجة بريزنتيشن بتقول لك برضو المباراة خارج مصر بسبب هم دون ناس محترفين مش بيعملوا كده اعتباطا أو يعني الكلمة لازم يسك فيها لما أنت تروح تشوف اللي استاد 80% منه جمهور الأهلي ولا 75% منه جمهور الأهلي يبقى قصة هي الأهلي الأهلي لما يكون هو الطرف بتاع السوبر هو المصري المصري برضو ند وند له خصوصية الحساسية إن ما كانتش زي زمالك بتزيد فأنت دلوقتي عناصر الإصارة وعناصر التنافس وعناصر جذب الجمهور متوفرة بنفس القدر في المباراة القادمة بين الأهلي والمصري وإن كان طبعا الزمالك وجوده بيبقى ديربي تقليدي لو قيمته ولا احترامه وفيه طبعا جمهور الزمالك هناك كان طواقا أن ينتظر فريقه لكن مش معنى أن المصري هو طرف المباراة دي أنه حتقل أهمية أبدا المهندس عبر حسين يمكن بيتحدث عن مين اللي حيلعب مع الأهلي بطن الدوري مباراة السوبر فقال لفت النظر في اليوم السابع إلى أنه كان الليحة قبل كده أول لو نفس الفريق واخد الدوري واخد الكاس بيلعب بطل الدوري مع تاني الدوري فبيقول الليحة تغيرت من السنة الماضية في حال فوز فريق بالبطلتين بيلعب كبطل الدوري مع وصيف الكاس وبالتالي السوبر بشكل مؤكد الأهلي والمصري يعني لأهليحة ما تعدلتش كتعة تلاعب المقص أي أصبح الأهلي والمصري والليحة يعني لا هي لايحة تعدلتش كتعة لايحة على ذكر بقى الاتحاد الكورة واللايحة لايحة ربطة المحترفين اللي اتحاد الكورة أعلن عن عزم تنظيمها بحيث أنها تبدأ تشيل مسابقة الدوري ونبدأ ندخل فيه شكل الكورة المحترفة بجد هذه المادة المادة 62 من لقاحة ربطة المحترفين المصري اليوم بيقول هذا البند بيشعل خلافات بين الأندية والاتحاد الكورة خاصة أنه أنديت الدوري الممتاز تمسكت بالبند رقم 6 من المادة 62 في لقاحة النظام الأساسي الخاص بتشكيل ربطة المحترفين اللي بيمنح الحق للأندية في تحديد موعد انتخابات الربطة وليس لمجلس دارة الاتحاد الحق في إقرار ذلك بمفرد وبتقول للمصر اليوم أنه ينص البند على أن يتم تشكيل الرابط لإدارة القسم الأول ويضع مجلس دارة التحاد الكورة بالتنسيق مع الأندية اللائحة التنفيذية للربطة ويحدد فيها إجراءات انتخابات المكتب التنفيذي الأندية كشفت أنه عندها اعتراض حقيقة على قرار مجلس الإدارة بتحديد يوم 27 أغسطس الحالي لإقامة انتخابات رابطة المحترفين وعلمت المصر اليوم زي ما بتقول أن الأهل والزمالك والمقصة والإسماعيل وإنبي هذه الأندية رفضت حسم الانتخابات انتخابات رابطة المحترفين في الموعد اللي حدده اتحاد الكورة باعتبار أنه مجلس هاني أبريدة لم يدعو الأندية لمناقشتها في حسم الانتخابات وترك الأمر لأحمد مجاهد عضو المجلس اللي أرسل خطابات للأندية الخميس الماضي يطالبها بتحديد الأسماء التي سترشح لمجلس إدارة الربطة طب إيه الألية لأخلي الأندية تحدد يعني الأندية كانت هتجتمع مع بعض وبعدين هيتفقوا مع بعض لا كل نادي من حقه يعني انت ببدايا عندك خمس مقاعد للأندية لو 18 نادي في الدوري كل نادي رشح واحد هيجري الانتخاب على 18 عشان ينجحوا أول خلص هم الأندية معطرد أن الانتحاد حدد لهم الموعد وعمل لهم بيقولوا لا احنا من الأول ها احنا للحد كلام ايه آلية انك انت اللي تحدد ده اللي أنا بسأل فيه المفروض يدعو الاجتماع مين اللي حيدعو اتحاد الكورة يدعو بندوب الأندية تعالوا نقعد انتو عايزين اعتقد هي شكلية شوية ما هي شكلية بس ملاش آلية يعني يعني اللي حي مش منظمها فاتحاد الكورة بدل ملاش آلية رح واخد الأمر في ايده شغل برضو الشغل النقص يابراهيم بتاع كل حاجة آآ آآ وقص انت عايز تبدأ يعني ما هو تبدأ ايه عمل الانتخابات انت لو الانديك تمعت وقالت لك في سبتمبر نعمل الانتخابات والدوري حيبتدي امتى لا هو مبدئيا لازم الانتخابات تعمل في اغسطس لانه الدوري تسعة أو اتنشر سبتمبر طيب يبقى ايزا الربطة لازم تتشكل قبل الدوري آآ لانه هتبيع حقوق بس مش بس هتبيع ده هتحط لجنة مسابقات هتعمل حاجات كتير جدا من ناحية التنفيذية آآ يعني هي مش لجنة صورية يعني لجنة لها قراراتها الملزمة ده ربما كان سبعة عشر اغسطس متأخر فانا الحتة دي يعني مش عارفة ام او انت بس تقدر تقول اذا كان الاندية بعد شهرين كلها بتعمل اتخابات لا هتعيد بقى الانتحاد الكورة حدد اربعة عشر اغسطس لاجراء قرعة الدوري الجديد طيب ميلا هيعملها يوم تمانية ربطة ولا لا طبعا اربعة عشر اغسطس انت لسه ربطة سبعة عشر اغسطس انتخاباتها فمبدئة لجنة المسابقات هل الانتحاد هيديني المسابقات لا لجنة المسابقات اللي موجودة حاليا هتعمل قرعة الدوري وتسلم الجداول للجنة اللي هتنتخب بقى او للربط اللي هتنتخب يبقى احنا تأخرنا في انتخابات الربط طبعا ما انا بقول لك سبعة وعشر اغسطس متأخر انت تعمل القرعة يوم اربعة عشر اغسطس والانتخابات سبعة وعشر اغسطس عشان تبدأ الدوري تسعة سبتمبر تمانية سبتمبر في بمشاركة تمنتاشة الفي دي بعض اخبار اتحاده الكورة ولجانه المختلفة لكن في النادي الاهلي مجلس الادارة بيكرم ان مجلس هدارة النادي برئاسة المهندس محمود طهر سيحضر حفل تكريم ابطال السباحة بالنادي والمقرر له في السبعة مساء السبت اللي جاي ان شاء الله واضاف الكابتن واي العزة ان الحفل حيشها التكريم سباح وسباحات النادي اللي شاركوا مع منتخب مصر في بطولة المجر الدولية اللي اقيمت مؤخرا في السباحة القصيرة والطويلة كان مجلس ادارة النادي اخد بعض القرارات في اجتماعه الاخير منها الموافقة على الهيكلة الادارية والمالية للعملين بالنادي وقرر تكليف الدكتور مهند مجدي عضو المجلس بحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاتحاد كرة السلة اللي هتنعقد يوم 26 اغسطس الجاري عشان تخط اللائحة التنفيذية او لائحة النظام الاساسي الجديدة الخاصة باتحاد السلة وايضا كلف محمد جمال هلاي العضو المجلس لحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد اللي هتقام 25 اغسطس ايضا للتصويت على لائحة النظام الاساسي الخاصة بكرة اليد وبيبحث المجلس خلال الجلسة ملف الخدمات الانشائية ووافق على تأجير العديد من المنافذ بفرع النادي الجديد في الشيخ زايد درشوانس كلها قرارات اجرائية تنظيمية مطلوبة يعني لسير العمل دي كانت اطلالة اخبارية سريعة ولا خسيرة ولا طويلة لا خسيرة وسريعة ما فيهاش اصلاق احداث سخنة يعني ملقناش موضوع كده نلبت فيه مش عايز اتطول عليه مش عايز اتطول عليه على المهندس عدلي ولا على حضراتكم لانه عندما يعود تعود المتعة هو مين بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد عندما يعود تعود المتعة الاهلي الاهلي لما يرجع ويرجع فايق ورايق واللعيبة في الملعب تبدأ تحس بالفوآن تاخد نتيجة واداء كتير لما كان الاهلي يكسب مباراة بس الشروط الاول قليل بس الشروط التاني الدنيا هدية شوية بس ضيع الفرص كتير بس قلب الدفاع ما عرفش ايه كل مطش للاهلي ندور له على بس لازم ان يقول له بس ما عرفش ايه مباراة امبارح الحقيقة ما كانش فيها مجال لاي بس خالص لعيبة فاية الحالة البدنية كويسة الحاجة المزاجية كويسة جدا وهنا الحقيقة خلينا نحيي جمهور الاهلي اللي حضر مباراة الاهلي في ختام البطولة العربية مباراة الفيصالي لانه اللي حصل ان الجمهور الاهلي خرج من البطولة كان بيمنن نفس فيها انه يخرج منها بجائزة كبيرة فالجمهور يسقف للعيبة ويحيي الجهاز الفني ده نتيجة اللي حصل مبارح انه مش دي المباراة ولا ده الشكل ولا ده المستوى اللي جاي بعد اخفاق وبعد خروج من بطولة كان الطبيعة باشموندس بتاخد وقت على ما تخرج من الحالة هو ده جمهور الاهلي ايوه هو ده الطعم الحقيقي ايوه والقيمة الحقيقية لجمهور الاهلي ايوه لما يكون على ولذلك حنا نقول عندما تعود تعود المتعة اه وعندما يعود اه هي اسقاط على الاتنين اه على الفريق ومستوى الفني وعلى الجمهور اه فعندما يعود الجمهور الى دوره دوره ومسؤوليته وتفرده ونكهته الحلوة في تشغيله وخرصه على الفرقة اه وخرطه على الفرقة ودعمه اه وانا كسبان اه الطبطبة ما تريحنيش قوي يعني ايوه الطبطبة عايزها وانا تعبان ايوه تديني تقومني تقومني اه ده اللي عمل الجمهور الاهلي وكواس انك انت اه طبعا كواس انك ربط الحتة دي اه فعاد الاهلي سريعا بفعل جمهوره عشان يقدم السلفونية الرائعة جدا انبارح اللي قالك عليها كبرى بوجبن لانه الحقيقة شكل الاداء والمتعة والحالة المزاجية العالية اللي اللعيبة فيها كلهم الحقيقة مش عايزة اقول حد بس قلنا كتير كلما زادت اللعيبة الحرفة شوية حرفت الكورة الكويرة في الفرقة في التشكيل لا خد بقى حلول فردية كتيرة وخد مهرات مميزة شوية طيب انت بتقول حلول فردية وده حل حل الفردي في لمسكة الاخرانية او في الترئيسة الاخرانية او في سروبس قاتل انما الشكل الجماعي اللعبة كانت مستمتعة ده بيديلك كعب وبيقول يا رب بيجري زي ما انا عايز يلاقي بيجري زي ما هو عايز فتلاقي كعب اجاي يترجم لجون فالناس يقولك يا سلام على كعبك يا اجاي يقول يا سلام يا كعبك يا عبدالله لما جريش صالح كعب عبدالله ده حيبقى محدش في تكرب بالعكس هيجي يقولك لازم الفزلكة لكن لما تديني الكعب وانفرد الله وخصوصا يصبق هذا سلسلة من النقل والحركة النقل والحركة وده اللي عجبني وذلك أنا النهاردة شايف بقولك اجاي النهاردة لازم نقدمه بقى الجمهور فاخد طاعته لانها جاية في التوقيت اللي يستحقه طيب خلينا اقولك بعض العلوان في الجرائد اللي احتفت واحتفلت بهذا الفوز الكبير والاداء الرائع الحقيقة للاهلي مجالة الاهلي النهاردة في عددها بالربعية نوين على السنائية كأسك يا اهلي هزمنا سموحة 4-0 وجهزون للمصري السلساء وان شاء الله هنكسب بروائع اجاييه وصالح والحاوي البطل يتأهل للنهاية وقالت الاهلي في تغطيتها للمباراة الاهلي على الكاس ناوي بربعية اجاييه وصالح والحاوي المرد الاحمر يطيح بسموحة ويلاقي المصري في نهاية الكاس السلساء اجاييه افتتح التسجيل وليد عزز بهدفين وجمعة قتل المباراة والاهرام المسائي قال كبري ابو جبل الاحمر المرعب فرم سموحة بالمهارة وسجل اربعة اهداف في مباراة المتعة الكروية الحاوي فتحها شوارع وصالح انهاها بهدف رائع المساء مش عايزة تنسى اللي فات فقالت الاهل افترى على سموحة المسكيين فيها حتة تلقيحة شوية لكن جوه قالت الاهل عزف سمفونية واكتسح سموحة بربعية نجوم الاحمر تألقوا وتأهلوا للقاء المصري في نهاية الكاس والموقع الرسمي للاهل قال الاهل يفوز على سموحة اربعة صفر ويتأهل لنهاية كأس مصر اليوم السابع قالت كوماندوز الاهل يدمر سموحة بربعية نظيفة ويصعد لنهاء الكأس طيب والمصر اليوم ما تخلص العنوين الاهل يسحق سموحة بربعية ويلاقي المصري في نهاء الكأس وجارت الوطن الاهل يكتسح سموحة بربعية النظيفة ويلاقي المصري في نهاء الكأس في تطابق والشروق طفال الاهل يكتح سموحة ليضرب موعدا ناريا مع المصري في نهاء الكأس صدر بلد الاهل يسحق سموحة بربعية نظيفة ويلاقي المصري في النهائي ويلا كورة الاهل يتفنن في طرد سموحة من الكأس وقبول تحدي المصري في النهاية موقع كورة الاهل يسحق سموحة ويضرب موعدا مع المصري في نهاء الكأس تقريبا متطابق عنوان موقع كورة مع موقع الشروق فوقع في الجول الأهلي يرسل تحذيرا للمصري في نهاية الكأس بربعية ضد سموحة والموقع الرسمي للنادي نقل على الكابتن حسام البدري قوله تخطينا سموحة ونستعد بقوة للمصري أحسن عنوانه الأخير مسألة يدمر ويصحق ويكتسح وشوارع أنا عايز يعني ننقي اللغة هو طبعا عنوان بتبقى صخبة وسخنة لكن مؤلمة الفريق المهزوم ده مش محتاج انك انت تتك عليه محتاج ان انت تشوف ظروفه او تحييه على نضاله اذا كان قدم كل ملديه لكن العناوان دي اللي فيها صقر واكتساح وتدمير وتهزيق تهزيق ومش عارف ايه ياريتنا تجنبها شوية ونخلينا في العناوان اللي هي بتاعاته لا تسيء لمنافس ما تقلمش يعني يكتاح مثلا عصفة بتكتاح ماشي يعني وهو قاسية لكن اقل قصاوة من ما فيهش تهكم فاش تهكم العناوان اللي فيها تهكم بتبقى مؤلمة للمهزوم ومحدش فايزة على طول اتشيكي بقى فرانز اشتراكة المدير الفن اللي اسموحها للمدير الفن الجديد وجاي الراجل كان مسكي الاسماعيل السندي فعارف الاهل وعارف الظروف وعارف اللي فيها كويس قوي فما كانش محتاج وقت كتير عشان يعرف صعوبة المباراة لكنه الحقيقة بعد المباراة قال سبب السقوط الكبير اللي اسموحة في هذه المباراة قال لعبنا في شكل جيد في اول عشر دقايق لكن اختفينا بعد كده لعمنا قالك انخفاض المستوى البدني للعبتي هو وراء الهزيمة وده كان متوقع على فكرة سموحة بيبدأ موسم براجع من راحة وبيبدأ موسم الاهل البطولة العربية جهزت اكبر عدد من اللعيبة فبقيت لضمت الفترة من فترة والمصري لا هو طبعا بيلاقح على الاجهزة السابقة يا ابراهيم لا دنفة سنايا سطور الراجل يحملها لغيره طبعا بدأ منفعل انو كان شديد الحدة ووشه زال كان واخد حمام شمس محمر ومتسلخ واخد بالك وعمال يركز كم بيقول خبط المستوى البدني وانا مش عارف ايه كان منفعل جدا انا شفت المؤتمر فحسيت انو عادي يقول لهم وانا عمل لكم ايه دي فرقة مش قادرة تقف فرقة مش قادرة تقف يعني كلامه تقريبا كان كده فحتى هو بعد كده يعني تعليق المحترفين اتحمل الخسارة اتحمل ايه بقى ما انت قلت الفرقة مش قادرة تقف وانت مستلمها مش قادرة تقف طيب ولم تتحمل هنعمل ايه على اي حال لا ده مش حاجة لان المصري فرقته واقفة وبتجري وبدنيا عالين جدا هو ملحقش هو يقدر اقول انا ملحقتش يعني انا الوقت المتاح ليا ما تقدرش تحسب المباراة علي اوه عموما قال الرجل ان انا بعد جماهير سموحة بعودة الفريق بشكل اقوى خلال مسابعة الدور الجديد قال بالذات في عودة عدد كبير من اللعيب المصابين خلال المرحلة القادمة وده لها الحال المهندس فرج عام الرئيس نادي سموحة هنأ الاهل على الفوز وقال ان احنا لعبنا اسوأ مباراة في تاريخ سموحة يعني بس كمان الاهل لعب مباراة لا ما هو تمالي ما هو لازم يكون التقلق على حساب حاجة وممكن يكون التقلق نتيجة ان الفريق اللي قدامك فعلا ما يديك مساحات بتلعب بدون ضغط يعني هو لها اسباب لكن انت كمان ممكن ساعات الفريق يبقى مستسلم قدامك كنت ما تبدعش امبار حلالك انا يبدع ايه ويمتع اه كان فيه ابداع الابداع بيتمثل في الفكر بتاع الفيلم من وراء واللو اوبرلاب طب كعب واخد بالك وبعدين صالح جمع يلعب بقى لمؤمن روح مؤمن رد الضهال وان تو من اجمل ما يمكن عشان ينفرد وحطها تي كبري برضو الماتش من ديك ومهودك وانت بتلعب مزاج وحاسس ان دا يومك وحاسس ان الفرقة اللي قدامك خلاص متلخبطة مش قادر تعمل معاك حاجة فانت كمان عمال تطلع كل اللي جواك وكله ماشي المتعة ليه هناسة بقى واحد زي صالح جمعة من عناصر المتعة والامتاع له تأكيد او تصريح للموقع الرسمي للنادي قالك هدفنا اسعاد جباهرنا بالفوز ببطولة الكاس عشان نضم الكاس للدور ان شاء الله ارجع اقولك عندما يتحدث صالح جمعة بهذا الشكل بتطمن ليه بدأ يتحدث عايزين عايزين بصغة الجمع حاطت نفسه في المود في الفرقة دخل دخل في المنظومة دخل خلاص في الحالة ما بقاش مضطر يدافع عن نفسه ما بقاش مضطر لا يخضب ولا يتقمص لا ده هو عايش الحالة مع الفرقة وعشان كده تجد انه موفق تقريبا كل ماتشة ربنا يكملهله كده بيسيب بصمة ويسجل فانت صالح جمعة وده اللي كنا بنقوله له من الاول ما كنت قوله يا ابني بس نفسك تكلم عك المتين يا ابني خلي بالك من نفسك يا صالح هلت مسؤول عن صالح يا ما قلنا له هذا الكلام صحيح هو حتى حاسب ده هو جايب بعدتنا شكر هو دلوقتي لاعب موهوب اه اوعى تقصر في حق نفسك يا صالح اوعى اوعى حاجة تشدك للي كنت فيه سألوه بقى انت ايه جريت على عماد ميتعب اشمعنا فقال انا بصراحة بحب الكابتن عماد ميتعب جدا وهو دائم النصح لي وقف جنبي وباستمرار بينصحني فكنت سعيد جدا بعد الهدف ان انا اروح اه اسلم على الكابتن عماد وجبة الامتاع بقى الدس من بارح اللي اسعدت الناس كلها واللي الجرائد احتفت بيها بشكل كبير جدا واللي منافس الاهلي تسموحها هما اللي هنوح عليه هل لقيت نفس المردود لدى المحلين ولا لا ايه سبب قوة الاهلي وجبة المتعة دي اللي وراها نبدأ بالشيخ طه اسماعيل في اونسبورت الانات الاهلي بقى عنده وفرة في النحية الهجومية ازاي حسين بقدر يستفيد منها في مبارات الفاينل وفي مبارات افريقيا يعني هو النهاردة نزل صالح جمعة ونزل عماد ميتعب ومؤمن زكريا والتلاتة تقلقوا بشكل كبير جدا وقدوا قويسة إلا وعلي كانوا موجودين من الأول وليد سليمان سجل هدفين حمود اعمل شغل قويسة قوي في الفترة فيه عبدالله السعيد بجانب المدافعين فإذا النهاردة عنده بالذات المشكلة اللي احنا كنتم بكنا عن مشكلة الأهداف ممكن في الشوط التاني واضح إزاي ندري اللي تغلب عليها بأنه مش كل حاجة من العرض فقط ولكن في حاجات من العمق مهارة عبدالله السعيد ورؤيته قويسة اختيار الأماكن الوان تو واخترق من العمق دي كلها حاجات مهارات عالية جدا إزاي خلقت فرص من العمق سهلت على نهاب الأهل إن هو يسجل الهدفين متعشو التاني علاوة على الجول أولا نبقى الجول التاني اللي سجله أجعيه من لعبة حمودي من لامسة واحدة برضو من العمق بجانب اللعبة من العرض لعبة العرضيات شفنا معلول قدية عمل عرضيات شفنا باسم من ناحية ليمين شغال إزاي ناس اللي في نص الملعب يعني نادي الأهلي فعل فعل كل الأسلحة اللي موجودة لديه سواء من لجناب أو سواء من العمق وزي ما بنقول أنت بتلعب عن لجناب باستمرار على أساس تفتح الفرقة التانية وده بيسهلك أنك تلعب من العمق بعد كده لما بتتعامل الفتحات في النص ولزي ما ده اللي عمل من نادي الأهلي الشفو التاني بيوسع اللعبة على الجناب الفرقة التانية الباكات بتفتح اللي من العمق زي ما جاب لجوال التلت جوال اللي جوه من العمق وده بيبقى عندك ألترنيتف يعني متغير بتلعب من على الجنب عشان تفتتج منها جوال وزي الفريق الفتح يبقى بتلعب كم من العمق زي الفريق لم بتلعب على الإطراف وهكذا يفضل العملية وده بتبقى مباراة في الصبر طبعا الشيخ طاغ طبعا قال كل كلنا شوفنا أحالة الإبداع والاختراق ما بقاش من الأجناب فقط بقى من العمق تنوع ولا ولا من تزديد من الخارج بالعكس التي كتاكا كان شغالا تخش يعني كان كان اليوم كويس الفقرة اللي قدمها لكو دي لو جات بدري ربع ساعة كنت قدمته لكو بنفسه لأنه كان هنا ضيف عندنا الكابتن محمد عمر كان ضيف عندنا في الستوديو مع الكابتن محمد فاروق لكن تعالوا إحنا ما سألنهوش رأيه إيه لأن حنسمعه دلوقتي نادي الأهل الحقيقة عنده أفضل لعيبة في مصر وده لا خلاف عليه يمكن اللي عمل الهزة شوية هي البطولة العربية زي ما كلنا عارفين في البداية يمكن موضوع ما كانش مهم جدا بالنسبة لفرية النادي الأهلي يعني متأخر الحقيقة بدأوا يستعدوا كان الوقت فات لكن يعني هو ده نادي الأهلي الحقيقة نادي الأهلي النهاردة وأنا بأكد على الأهل ومكابتن طه تنوعي الهجمات من العمق ومن الأطراف بشكل رائع جدا وده بيعود الحقيقة باستغلال حسام البدري مهارات اللعيبة اللي بتمكنها إنها تقدي بهذا الأداء كرات صغيرة الوانطوهات الحاجات دي كلها دي ما شفناش في بطولة عربية معظم لعب النادي لأهل بطولة عربية كان كرات عالية كانت سهلة للمدافعين لغم إن في بعض الفرص لكن النهاردة بنشوف شكل مختلف وهنا فكر مهم جدا لحسام البدري يمكن ساعدوا على كده عدم جهزية فرقة نادي سموحها الحقيقة يعني طول التسعين ديئة يعني كان عشوائي أنا من وجهة نظري التشكيلة من البداية كانت بتوحي النادي الأهلي هيقدم مباراة كبيرة أنا الحقيقة برجع فوز النادي الأهلي النهاردة وأداءه الجيد في الجزء الهجومي بإثنين اللعيبة قد يكونوا مغمورين ما بنذكرهمش كتيرا وحسام عشور وعمر السلية لقدوا دور دفاعي قوي جدا فنعتقد الاثنين دول من أسباب نجاح رباعي خط هجوم النادي الأهلي وبالتالي كمان خلوا المدافرين يلعبوا مستريحين ما فيش أي خطورة بيمنعوا الهجبات بتاعة فرقة نادي سموها طيب ده رأي كابتن محمد عمر بعد الشيخ طاه علي ماهر واحد من العناصر اللي كتير ممتعت جمهور الأهلي برضه نشوفه هو محلل دلوقتي ومدرب شاف الوجبة الحلوة دي ازاي موسيقى اعلى حاجة اعلى لعيب ان انا بقطع بباص حاجة تبقى مش سهل فالنادي الأهلي عنده لعيبة كتيرة وقت يقدروا غير بقى تعالى بقى الماس اللي هتخش كمان شام محمد لسفة يخش تتكلم على عمر بركات تتكلم على اسلام محارب سعد سميرة يرجع من الاصاب عنده لعيبة كتيرة جدا عنده حلول كتير في الملعب طبعا النهاردة زي ما قلنا كان بان واضح جدا تربع لعيبة جاندين هو ليه انا عايز سأل سؤال دايما للناس كلها واللعيبة كمان ان ليه دايما وليد سليمان ومؤمن زكريا لحد الطرفين النادي اللي عنده قدية اطرافه كتير جدا جدا ليه مؤمن وليد دايما بالعب الناس يعني العيبة كنت سأل نفسها سأل كم العيبة في النادي الاهلي كتيرة جدا اطراف ليه الاتنين دايما بالعب شان الاتنين بيعملوا حتة الدفاعية زي الحتة الهجمية بالضبط دول الاتنين الطرفين الوحيدين اللي ملتزمين التزام بيرجعوا هم البكان والبكان يخش جنب السردبكات بقى أكن دايما ندلق لي كامل العدد شاكرا دايما بقى صعب يخش في جوان طبعا مع سعد سميرة مكان وحجازية ونجيب فالالتزام انا ملتزم وانتا مش ملتزم في الملعب بيفرق كتير قوي انا مجا كمدير فمجا اختار اختار دايما الملتزم اللي بنفذ اللي بمتعبش اللي محضر على طول هو ده الفرق باللعاب والعام الكابتن علي ماهر بحس المدرب برضو لمس على نقطة مهمة جدا ليه مقم زكريا وولي سليمان ان هم فعلا ملتزمين دفاعيا حتى كان فيه تصريح لولي سليمان في هذا المعنى ان هم بيلتزموا تماما وبيرجوا من اللعبة الجديدة والاصغر سنة ان يلتزموا بنفس الشيء الارتداد للدفاع والقيام بالدور الدفاعي مكملا للدور الهجومي واجمالها الكابتن علي في ان اليقة البدنية لما بتكون كويسة دماغك بتبقى كويسة وتفكيرك صافي وبتقدر تقدي كل الاضوار ولكن الحقيقة الفيديو ده انا بحب اقدم صاحبه بص مرار الكابتن حسن شحات بحب اقدمه بحب اسمه كابتن حسن شحات المباراة يعني من خلال الشوت التاني بتديك سهولة المباراة للنادي الاهلي طريقة النادي الاهلي في الاداء سهولة الاداء بالنسبة لعيبة النادي سهولة تناقل الكورة بينهم وبنبع خلا ما فيش وجود لسموها خالف يعني احنا قلنا هنيجي الشوت التاني ويمكن نحس ان فيه قصارة وا 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 لكن ما كانش فيه قصارة إلا من خلال النادي الاهلي من حاجات اللي بتتعمل يعني الجن الرابع ده من حاجات الجميلة او نعملها دبل باس ده والتمنتاشر او في السكس يار ده ومن قبلها حتى من على الخارق ما بينهم وما بين عبدالله سعيد ما كانش فيه ما كانش فيه سموحة وبعدين ما كانش فيه سموحة وسموحة يعني المفروض لما تكون عارفة انها هي داخلة على سمة فاينال والسمة فاينال مع النادي الاهلي ممكن يكونوا بدئين متأخر ممكن المداري بيكون جاي متأخر لكن لانهم بدانين ما فيش خصوصا كابتان حسن لكن السموحة عمل افضل مباراة للسنادي يمكن مباراة الاخيرة اللي هو دور الثمانية عشان يوصل الدور قبل النهائي لكن النهاردة سموحة ما يستهلش يوصل النهائي خالص خالص يعني نادل الاهلي نعرفين بيلعب كرة سهلة قوي صراحة يعني بيلعب كرة سهلة قوي اللي هي ممكن تزهق اي فرقة بتلعب قدامه المدفعين بتوع النادي سموحة مش لقين حد يعني صريح يمسكوه ويرقبوه وبالتالي اي حد كان بييجي غير مراقب وكلهم هدفين اقبت وكلهم هدفين جايب بالتسعة والعشر والحداشر بس حروق وانت قول وليد والوليد بالزلطة كنت عرفت ازاي فهو دي طريقة يعني طريقة بصراحة مش عاوز اقول تحسب الحساب لكن دي طريقة اللي اربعة عشان اللي اربعة تقدر تستفيد منهم فانت بتلعب اللي اربعة مهاجمين ده رأي المعلم حسن شحات رأي الصقر والعميد احمد حسن في اداء الاهلي نشوفه الان هو المرش كان طبعا من طرف واحد النادي الاهلي ما كانش فيه اي ردة فعل من سموها ولكن يعني شفت اي عمله النهاردة النادي الاهلي يعتبر نوقة ايجابية بالنسبة له باي اللي استفادوا النادي الاهلي النهاردة سوصا بعد بيطو العربية استفاد طبعا انه مكسب انه ورصول النهاية طبعا ده اعتقد استفادك بها بالنسبة لنادي الاهلي انه طبعا بالنسبة لجمهور انه خرج من الفيصال الاردوني برضو اعتبر مش فريق كبير بالنسبة للنادي الاهلي انه هو يخرج النادي الاهلي الفيصال الاردوني انما النادي الاهلي يوصل النهاية ويحقق اللقب اللي هو غايب عنه بقاله سنين طويلة اعتقد دي كلها مكاسب المكسب الكبير اعتقد ده بيدي دفع معنوية كمان بالنسبة للنادي الاهلي إنما خليني يعني هو لقاء يعني مش أضيف أكثر من الألوكابت حسن لقاء سهل خلص سموحه أصلا مش متواجد يعني سموحه مش متواجد نادلها لهو متسايد كل شيء نادلها لأنه حتى لعيبته بقى فيه سهولة في الأداء كعوب رجل شغالة أكثر من كرة عمل النفس الشكل فإنت لما بتكون لعيب موجود في الملعب وبتلاقي قدامك الخص ومش متواجد خلص كل شيء بقى سهل ضمن الحاجات النهايدة خلص بسهولة اللقاء نهايدة كابتن حسن بدي بيدي المتعب 20 ديئة وده من فترة طويلة ما حصلتش يعني عماد متعب كان دايما بياخد خمس دقايق وعشر دقايق ما كانش بياخد بل بالعكس كان ممكن عماد متعب ياخد من فترة طويلة كمان هو طبعا الكابتن أحمد حسن أكد على أن العمل البدني وعدم التواجد القوي لفريق سموحه ساعد الأهلي على أنه يلعب بأريحية وأنه يبدع وأن حسن البدري نفسه يستطيع أن يعمل التغييرات اللي هي ملاش علاقة بالمباراة أو بقدر ما ليه علاقة بحسابات أخرى في تجهيز لعيبة وإيجاد نوع من التجانس للمباراة القادمة ودلل على أنه أطول مدة أضاها كابتن أحمد متعب هو في هذه المباراة ولكن كابتن زكريا نصف أيضا له رأي عزين نسمعه أولا نتيجة أربعة دي نتيجة رسالة للمصر كمان أنه كسب سموحه أربعة حتى لو سموحه مش كويس للظروف اللي عند سموحه إنما لما نقول للأهلي كسب أربعة عشان الأهلي كمان متفوق مش علشان سموحه وحش الأهلي متفوق علشان فيه أسباب كابتن حسن والسقر تكلمه على جانب البدني الأهلي متفوق بدنيا الأهلي عنده قوام لعيبة يعني لو غاب لعب ما عندهش مشكلة وفتحي خرج كلاعب أساسي بسم علي موجود وهاني موجود احتياط عندك علي بعلوله وحسن السيد وعندك صفر الرحيل ما فيش مشكلة في إن العيب يغيب فالقوام موجود وأي لعب ممكن ينزل بيقدي بنفس الأسلوب والاستراتيجية والتعليمات اللي حسن البدري بيديها لهم التفوق النهاردة علشان اللعيبة في حالة أولا معنوية لأن أنت مطالب بأنك توصل للنهاية ومطالب بأنك تحقل البطولة لأن دي من أقدار النادي الأهلي إنه كل بطولة بيخشها حتى لو كان الأهلي خد البطولة العربية برضو مطالب إنه يجيب الكاس وبالتالي الظروف والدوافع عند النادي الأهلي وده قلناه قبل الماتش حتدي أفضلية للاعبة النادي الأهلي هتلاقي فيه حاجة واحدة مشتركة بالأربع أهداف إن كل اللعيبة اللي جابت الجوال اتحركت من غير كرة قبل ما الكرة تتلاعب التفوق النادي الأهلي مش علشان كمان سموحها لا وحش لا علشان الأهلي متفوق على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي زيكو رأيه الأهلي أسباب كتيرة جدا لتفوقه طيب واضح إنه المسألة كلها تفوق الأهلي العالي هو اللي تعب سموحه والعكس صحيح ضعف مستوى اسموحه البدلي والتيكتيكي أظهر تفوق الأهلي بشكل واضح فهي المسألة نتنين بيأثار في بعض لا سهل مأمورية الأهلي أيوه سهل إننا لأن الحركة بدون كرة هي مفتاح والله ساعات كلمة هي مفتاح الليلة كلها كان أجايم ومميز فيها أوي هو ومؤمن سليمان النهاردة معظم اللعيبة كل اللجوان قال لك القاسم المشترك فيها التحرك بدون كرة أجايمين بس وفي حد كان بيتحرك بزكاء وخبز ووعي جديد جدا يتعب أي فرقة أكتر من باقي بركات أعيز تسمعه طبعا نشوف بركات لما ده يحصل وهو مش موجود بقى رأيه نشوف أنت بتتحرك من غير كرة وبتتلعب لك أون تايم في توقيت الأربع أهداف كلهم فيهم الحتة دي ودي حتة مهمة جدا وفي حاجة كويسة كابتن زكريا كمان برضو ما أحترام لي تغيير الرتم يعني تغيير الرتم مما بين الكرة أن أنت مثلا إمتى صالح جمعة إمتى بيقف على الكرة وإمتى فجأة بيقوم واخد له خطوتين سبرينت كده علشان يلف وعبد الله عنده الميزة دي وفيه كمان حاجة كابتن زكريا اللي هي عدم الأنانية طيب أنا أسترد آه حلو حلو قوي اللي أنت بتقوله سيد سيدي الزباقي لمس تغيير الرتم وكابتن حسام بيقول فيه ناس بتقول هو الأهل بيهدى ليه ما يدوس لا أنا مش عايز أكت أنا بالعكس بقول أحيانا لازم إقاعك يختلف في المباراة مش كله شادد 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 فأنا مطمئن عن نتيجة يبقى لازم ألعب بسهولة وهم بيقع سريع قوي عشان ما أجهدش اللعيبة فده بيبقى مطلوب تغيير الرتم تغيير الرتم الجماعي والفردي فردي ده طبعا كان أستاذه هو الأستاذ اللي قال تغيير الرتم الزباقي اللي كان يبقى بطيق بطيق مرة واحدة يروع عمله ينطر والناس تقول لك لا هو كان عارف أنه يدخل اليق عشان النطرة بتاعته دي فتبصت ليه يعمل كده وياخد القرار فهو ده السمة اللي كانت موجودة عند اللعبة كتيرة جدا جدا في هذه المباراة وأنا مؤتفى مع كابتن زكريا المنافس لم يكن في حالته البدنية ولكن أيضا الأهلي كان في قمة حالته الزهنية والبدنية طبعا لأنه التفوق قادر يبقى خلاصتها علشان نجمل بس الوجبة الدسمة قوي دية خبراءنا اي فيها الشيخ طه اسماعيل قال لك كتر اللعبة المهرية في الفرقة عامل حالة التفوق العالية جدا والكابتن محمد عمر قال لك هو ده الأهلي أحسن لعيبة في مصر ده كابتن محمد عمر نجمل التحاد السكندري الكبير وعلي مهر قال لك لعبت الكرة الكتير مش بس على مستوى المهاري لا ملتزمين قوي فيه كذا لقطة فكرة الضغط العالي حتى انت حتلاقي وليد سليمان وحتلاقي جونيور أجايب يضغطوا على مدافعين السموح في الشروط الأول فيه لقطة مرتين يضغطوا عليهم يغلطوهم وتطلع كورنا فبداية الضغط من فوق قوي مخل اللعبة زي ما علي مهر قال كل واحد في الملعب على قد منه متميز مهريا وعلى قد منه عنده كرة عالية جدا لا كمان على المستوى التيكتيكي وعلى المستوى المهام اللي مطلوبة منه بما فيها الدفاع من كل حتة ملتزمين بيها بشكل كويس فده اللي خالق هذا التفوق كابتر حسن شحاتة قال لك الأهل الكورته سهلة قوي وتزهى أي حد يعني الكورة سهلة قوي بس كمان الالتزام التيكتيكي بالضغط ده قال لك بيزهى أي فرقة مش أي حد يقدر اللعب الأهل طبعا وأشاد بالتشكيل وأشاد بأسلوب اللعب والتغييرات بكابتر حسام يعني قال عشان استفيد من كل المهارات دي لازم ألعب بيها بالطريقة دي بالضبط ده اللي خلى الصقر أحمد حسن قال لك هو تقريبا سموحة ما كانش موجود لأن لالي كان متسيد المباراة في كل حاجة وكابتر زكريا نصف عدد أسباب هذا التفوق وتقريبا أجمل كل هذه البحار وأضاف إليه أن التحرك والانتزام من غير كرة هو اللي خلق التفوق وطبعا جه بقى الزقبقي وقال له تغيير اللفاع عن مستوى الفردي والجماعي وده بيدينا شكل لماذا كان الأهلي متفوقهم لأنه تفوق في معظم عناصر اللعبة الفنية والبدنية والتكتيكية ولكن أنت كنت بتقول الأهلي يطلب حكام أجانب أجانب هو الأهلي بقى بوجبة بوجبة الامتاع دية دخل فاينال الكاس فأول ما حاجة عملها بعد المباراة قال لك نريح دماغنا الضغوط هتبقى كتيرة في المباراة الأهلي طلب حكام أجانب والمصري رحب أن المصري كان مرحبا وتقريبا طلب نفس الطلب فلما الفريقين هنا الجمال في الموضوع الفريقين حسين بالموقف حسين بالحساسية وحسين بالمسئولية ومش عايزين يظلموا التحكيم المصري وعارفين أنه محدش هيتقبل الهزيمة بسهولة من الجماهير مش من الأجهزة الفنية يعني حتى فقال لك المصري أيضا يرحب على لسان رئيس النادي المصري وكنا عايزين هذا الكلام واللي رحب قبلهم ولما كانوا طلبوا للأهلي ولا المصري كانت تحاد الكرة في ورعه روعه في روعه أنه هو هياخد هذا القرار عشان يتعلم من درس نهائي التحكيم في نهائي البطولة العربية أنا ليه أحط حاجة في مجال قد يحدث فيه مشاكل يعني حسنا فعل اتحاد الكرة والحقيقة مش كابتن أحمل الشيناوي بقى مش شيناوي يعني مش علشان التحكيم تمالي يقولك حكامنا بخير حكامنا بخير ماشي أنا عايز أحافظ على الخير ده وعشان ما حطوهم شي إنهم ما يقوش بخير كابتن شيناوي بيتحدث في قناة أون سبورت في حكام كتير في مصر ممكن يديروا لقاء النهائي وهم جاهزين يعني حتى أنا عايز أقول الجاهزين دلوقت قدام اللجنة يدون ما تشاطوا يلعبوا أنا شايف ممكن فيه سمير عثمان فيه محمد فاروق دولة هم يعني الأبالي والداتي المتاحين بشكل جاهزين حتى يعني فيه طبعا جهاج جريشة بيستعد طبعا لبطولات أكبر عندنا اللي مش عايزين نقرب منه فيه إبراهيم نور طبعا بعد الظروف اللي حصلته طبعا مش ممكن يلعب النهائي فمحمود عشوب لسه لعب السيمي فاينال فالحكام كلها جهزة لكن إذا كان طلب النادي الأهل لدولتي طلب حكام أجانب أنا بعتقد ورأي الشخصي لا نفرض عليهم الحاكم المصري طالما هم طلبوا الأمر ده نفرض شعرهم الحاكم المصري ليه حتى لإننا احنا مش عارفين افرض أصل خطأ التحكيم وارد افرض حصل خطأ التحكيم إيه لك أنا كنت عايز وإحنا قصة نحط في الحزبانة يا كابتن سيف دي آخر مباراة في الدوري طبعا وعايزين نخت في الكاس يا كابتن ها في الكاس يعني في الموسم في آخر مباراة في الموسم عايزين نختم الموسم القرور بتاعنا طبعا في أفضل صورة حتى نستعد أو نبدأ الموسم اللي جاء والله يا كابتن شناوي يعني أشار له نقطة فجرة إنه حكامنا بخير طيب ما هو بخير بس نفسي ما نبصش لحتة تستدعى حكام أجانب بالحساسية اللي بتتقال في الإعلام مش معنى إن أنا بجيب حكام أجانب لظرف استثنائي أو لمباراة لها ظروف خاصة سواء لألوة زمانك أو حتى مباراة في الهبوط ما إحنا بنجيب لعيبة أجانب وبنجيب مدربين أجانب وبقينا نجيب مخرجين أجانب للمباراة الكتيرة يصوروها السادة الحكام بلاش ياخدوا المسألة بحساسية أنت عندك موسم طويل ما هو اللعيبة ما بتزعلش لما بيجي عليها لعيبة أجانب والمدربين لما بيعودوا والمدربين أجانب بيشتغلوا في المسابعة محدش بيزعل ولا المخرجين فبالتالي بلاش حتة الحساسية دي إن احنا لما نجيب حكام أجانب ده معناها إن حكامنا مش كويسين لا يا سيدي ده بقى فيه معلقين عرب موجودين في قنوات مصرية فبالتالي خلينا نحط المسألة في الوضع الطبيعي بتاعها عندك مباراة لها ظروف المشكلة إن أنا رفعا لهذا الحرج وهذه الضغوط اللي بتتحط على الحكم المصري لأنه عايش الحدث عايش الحدث من أول ما بيركب عربيته بيحس بالكلام الناس يدخل سوبر ماركت لا الراجل عارفه يبدأ يكلمه على المباراة لو راح يجيب جورنان يبدأ الناس تكلمه على المباراة في الشارع الناس بتكلمه على المباراة فكلها حتى ضغوط عليه مؤكد إنه زهنه مش هيكون نقي جدا علشان يصفر بشكل غير متأثر بالأجواء لا هاتحكى مجنبي في الظرف ده هيصفر ويحكم ويروح مش متأثر ولا حاسس بحاجة ولا حيفرق معاه اللون ده ولا اللون ده فخلينا الخطة في الوضع الطبيعي اللي نجح موسابة ويمشيها مش هنفترض حساسيات المفروض تكون مهياش موجودة ده كان رأي الكابتن أحمد الشنوي نشوف الكابتن زكريا ناصف أيضا في ديم دي ام سي موسيقى 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 على مستوى الحكام كلهم المستوى موسيقى 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 خلص أما حسم الأمر يبقى هو ده الصح موسيقى سواء موفق أو غير موفق موسيقى 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 تلسى كاسماصر دي بطولة بينظمها الاتحاد قد يوكل نظامها لأحد أطراف المباراة لكن هي بتاعت الاتحاد اللي بيحط شرط الدخول وخروج والأعداد وسائل التذاكر كل حاجة اتحاد الكورة فاتحاد الكورة حط الضوابط هي هتبقى المباراة في 8 مساء السلساء يوم 15 باستاد برج العرب وخلاص عرفنا ان هيحضر 30 فرد فقط هما لليوم الحق لكل نادي لكل نادي لهم الحق في الدخول 30 فرد دول من العناصر المسؤولة يعني مجلس الإدارة والعناصر التنفيذية لا عايز يديها لجمه 30 شخص على مسؤوليته طبعا مش هيقولك وظيفة مش ملزم يقولك وظيفته كذا إنما 30 شخص بالإسم وحيبقى طبعا بياناتهم موجودة يوم حد يتصرف تصرف غلق 25 صحفي أول مرة تتحدد عشر مصورين برضو أول مرة وده كله يعني لتأمين وضمان اللي يخرج أحد لأن احنا كتير قبل نشوف المصورين دول بيتحولوا المشجعين في اللحظة طبعا طبعا وبيبقوا في الملعب يعني فضوابط محكومة أو يعني عامل حسين رئيس لجلة المسابقات وجه الشكر لمدرية أمن الإسكندرية على المجهود المبزول في الفترة الأخيرة اللي استضافت مباريات كثيرة في إسكندرية سواء في السدن الحملة أو برج العرب وجات البطولة العربية الحملة عليهم بقلوا مدة وقال الكابتن عامل حسين لموقع الأهل دوت كوم أنه فيه ضوابط شديدة في نهاية الكاس وعلشان هذه الحساسية الخاصة بالمباراة تم تقليل عدد الحضور في برج العرب وبيتمنى أنه الناديين يلتزموا بهذا العدد وهذه الضوابط لأنه من الناحية الأمنية هيكون فيه تجديد تام على عدم تجاوز هذا العدد اللي تم تحديده واتحاد الكورة قال أنه نحن بنسق مع وزارة الداخلية لتنظيم جيد لهذه المباراة الحقيقة حتى في كاس مصر ربما كان كاس مصر أكتر بطولة الزمالك حاول يقرب من الأهل فيها يعني الفارق في الدوري بس أنا الأول بس عشان الزميل سارو سويلم يعني في الجول بيقول اتحاد الكورة ننسق مع الداخلية لحضور الجمهور في نهاية كاس وستين ألف ضد أغاندا ما هو أنت أنا مدير للاتحاد إذا تحدث بمعلومة لابد ما تكون معلومة جيالة من جوه الاتحاد مش وجهة نظري أو هو سمع حاجة لأنه طالع المباراة بجمهور في الكاس وستين ألف في ماتش أغاندا وبعدين اتحاد الكورة يعلن بعدها إنه تلاتين فرض فقط يعني عايزين يعني يبقى المعلومة مؤكدة وهو بصفته مدير الاتحاد والمتحدث الرسمي يعلنها بن ياب عن الاتحاد ما يطلعش يقول معلومات يقول له وجهة نظر ما فيش وجهة نظر هنا بزرط ده مدير تنفيذي ده مدير تنفيذي وبيعلن قرار وليه بتعمل بعد شوية التضارب ده وفيه مشكلة صحيح إذا كان مدير الاتحاد يجيب التسجيل وتترفع عضية وده اللي حصل في ماتش المقاص نسيب تصريحات إلى بعض المسؤولين داخل اتحاد الكرة ويعني تبتدي الأمور تأخد منح آخر لأنه هو شق في النهاية وهو مسؤول أما بيقول الكلمة الناس بتاخد عارف ده ليه أنا فاكر مرة قلت لك الكابتن صالح الله يرحمه مرة كنت بعمله حوار فبسأله عن رأيه في حاجة قالك أنا ما ينفعش بقالي رأي في حاجة أنا ليه فيها قرار أيوة صاحب القرار مصر بديهيات الإدارة لما تبقى صاحب قرار خذ القرار خذ القرار رأيك بس تقول أنا قصينا رأي كده طب أنت رأيك كده والمجلس بتاعك قرار وغير كده أنا عامل ليه برأيك آه هنا بقى لقب عند النقطة لا كنت صالح كان يتعمد يقول لك مهمومك أن أنا رأي في المجلس يكون مخالف للقرار بالضبط لكن أنا ما أقولوش آه عشان ملزمش فيه قرار آه أنا أطلع أقول القرار القرار سواء ده يتفق مع رأيي ولا يتفقش مع رأيي هو رأي الأهمية أصبح قرار فأنا لما تطوع أن أنا أقول معلومة وعدين يجي باتحاد الكورة يبدو الأمر كأن الأستاذ سروط كان مع حضور الجماهير واتحاد الكورة ما كانش مع حضور الجماهير فهمني فهي الفكرة كلها لازم عندما بمعلومة مؤكدة رسمية لا وبسنسو مسئولية بعد ذنك هو ده مباراة تحتامل حضور جماهير ده ناس ده ناس إذا كان التحاد الكورة خد قرار بالجمهور يطلع يعني هو ده لما يقول وانت قاعد حتقول إيه التحاد الكورة تحاد الكورة قرر لي بقى في جمهور تفاجأ أني 30 واحد ده أنت قلتوا فيه يعني فهمت زي ما تبقاش رأيك طبعا طبعا كاس مصر برضو ما شاء الله الأهلي في أي بطولة الأهلي شارك فيها خدها ومش بس خدها ده بقى أعلى المنافسين فوزا به كاس مصر لقى لي عنده 35 لقب فيها منها بطولتين كانت بالمشاركة مع الزمالك اللي خد 25 بطولة منهم بطولتين يعني مع الأهلي المنصف الاتحاد عنده 6 ألقاب الترسانة عنده 6 ألقاب المقولين عنده 3 الإسماعيل عنده لقبين الأولمبي عنده لقبين أمبي عنده لقبين حرس الحدود عنده لقبين وفاز بالبطولة مرة واحدة المصري والقناة والترام دي الأندية الـ 12 اللي رفعت كاس مصر في تاريخ هذه البطولة الأقدم مش بس في مصر بما كانت في القرى الأفريقية كلها معتقدش أفريقيا فيها مسابقة عملت قبل سنة ما كانش فيه أفريقيا ما كانش فيه كورة ما كانش فيه كورة لا أتلاقي جنوب أفريقيا كانت طبعا 23-24 كانت بداية أعوام انتصارات الأهلي أول فوز للأهلي بالكاس كان سنة 24 لما فاز في النهائي على سكة الحديد 4-1 وآخر فوز يعيدوها بإسم تعالى إلى أحضان بالتأهل اللي حصل مبارح الأهلي يكون وصل للمراه النهائية في الكاس 51 مرة 51 نهائي الأهلي لعبه فاز في اللقب 35 مرة وخسر 15 نهائي خسر 15 نهائي ده برضو لقب رقم كبير بالنسبة للنادي الأهلي فبالتالي فضل رقم نفوس 35 كاس منهم 15 مرة خسر الأهلي اللقب وحل وصيف ده ملخص الأهلي في مسابقة كاس مصر سواء بال35 لقب أو ال51 نهائي أو ال15 مرة اللي خسر فيهم البطولة مقابل 35 تتويج العودة التاريخية بقى دي ربما كانت بداية جزور الحساسية بين الأهل والمصري لأنه لما تسأل أي حد من بورس عيد الإسماعيلية صدروا لها مشكلة أنه الأهلي بياخد لعيمة الإسماعيل وكان كل ما يحصل تقارب بين الأهل والإسماعيلي الزمالك يعمل تؤامة مع الإسماعيل ويفضل دايما وأبدا في حرص على توسيع هوة حالينا نتكلم بصراحة توسيع هوة الانشقاك شوية بين الأهل وخط أول لعب من الإسماعيلي جاء الأهلي بعد سنة 2000 لا لا ده مش السبب السبب نفس السبب هتجد أن كل بطولات الإسماعيلي كانت في الموجهات مع الأهلي كل بطولات المصري كانت في الموجهات مع الأهلي إذن هم كل نادي منه بيعتبر أن منافسه وغريمه هو الأهلي بس هي المنافسة فأنت لما بتحرمني من الفرحة بتدقي منك أو بكسبك سواء بحرمك أو بكسبك أي موضعك بكسبني فبتحرمني من الفرحة كسب الدوري ثلاث مرات الثلاثة من الأهلي واخد بالك صحيح وخسر قدام الأهلي كثيرا لكن الفكرة كلها أن هي الموجهات أنت بتبقى المنافس بتاعي خلق الجمهور بتربى على أن المنافس بتاعي هو كذا فبور سعيد بتعيش لحظة الفرحة من بعد ما كسبه زمالك وكان فوز مستحق جدا لكن الكلام حتى على انتقالات اللعيبة الأهلي خاد فلان وخاد فلان كبار نجوم المصري اللي ساهموا في شعبيته وفي قوته أبناء النادي الأهلي جمال جودة جمال الجندي الله رحمه عدل عب منعم إيس بعد كده كتير جدا نهاية بحسام وإبراهيم حسن والمجد اللي صنعه المرسعيد دلوقت وجديد إنوه كتير وخالد بيبه وخالد بيبه وخالد بيبه ورعه بإيه باتفاقات ودية وجلسات راقية ما الحاجة سايد متولي ومحمد جودة وهاني سعيد كتير قوي أه طبعا يعني لا فيه تعاون كان فيه على فكرة لحد وفات الحاجة سايد كان الأهلي والمصري سامنا على عسل سامنا على عسل كنا بنشهد تقارب وكاننا بنعد لمشروع توقامة بنا بين بعض ها اه اه لكن القدر القدر ده نهائي كاس مصر اربعة وتمانين هنقف مع هدف علاء ميهوب بعد شوية لأنه يعني لسه الناس بتتكلم فيه لغاية دلوقتي الأهلي لعب مع المصر يا جماعة سبع نهائيات ده النهائي بتاع تلاتة وتمانين اربعة وتمانين اربعة وتمانين فاز الأهلي التلاتة واحد حسام غيبة تقدم للمصر كده المصر ياخد الكاس هتلاقوا لو جات اللقطة الحاجة سايد متولى الله ارحمه للمهان سعاد ليفتكروا بالخير كان بدأ يعدل الكرافات بتاعته وبدون الدولين قادي علامة يهوب هدف التعادل في الديالة أخيرة هيتعاد تاني وهنوقف مع حضراتكم النهاردة باشواندس كان فيه حوار مطول بينه بين الصديق نبيل التفاهني مدير مكتب اخبار اليوم في جورس عيد وكان بيتكلم على انه مع علامة يهوب حسين مهود ساب له جن منه في صايد فضلوا شوفوا لما علامة يهوب استلم الكرة كانوا في صايد ولا مش في صايد علشان ما ننفعش ننقل للناس انطباعات للاجيال الجديدة المباراة دي سنة اربعة وتمانين يعني اللي حيسمع دلوقتي انه حسين مهود لا هو جاي من الخلف ورقص سردباك هنعيد يا شوارب تاني يا ريت هدف على اليوم من الاول ولا لا هنعيدها ونشوف النهائي اللي جاي النهائي التامن اللي بيجمع الاهلي مع المصري اهي اهي بدأت يعني الرجل مطلق من الخلف ارجع ارجع كمان ارجع 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 اهي شوف الابيض فين بص اخر واحد ابيض فين يا استاذ نبيل يا تفاهني بس خلص خلص مين لفصايد بص ده بص ده لسه ما اتحركش يعني يقولك اصدو افصايد باربعة متر وخاص ده متغطب بمتر وشو يعني ياليت نكون واضحين علشان يا جماعة الاجيال اللي ما شافتش مباراة زي كده ما يصحش ان احنا نقلها معلومات مش صح اه تزود الاحتقاد بالزبط ويبدأ الكلام عصروا الاهل خد مننا الكاس لولا ما عرفش حسين مهود هو اللي ادهولهم تبدأ تسمع كل غنب العربي على انه الاهل سرق المصري وحسين مهود ادههم الكاس فانا هي متغطب مترين تقريب اه وده كان في الديال اخيرة يروح على ما يوب شوف علاق كان وراء فين اينو يعني حتى مش هو اللي هنا اه كانش واقف يعني عمره محد قال انه على ما يوب كانوا في صايد ساعتها اه المصري حظوا انه الاهل القاتل لغاية اخر لاحظوا في الديال اخيرة وبعدين في علاق ما يوب يتعادل ورقص عادل عبد منع ما الله يرحمه والد احمد عادل علشان يسجل بالقلب الميت بتاع علاق ما يوب ومص اهو اه اه اللي في صايد هنا مخترق من نص الملعب ومرقص وحطت الجون التاني كده بقت اتنين واحد في الوقت الاضافي كانوا بتاع المنتخب بيستعد لأولمبيات لوس انجلوس مع كابت الوحش فلعب الاهل هذه المباراة بدون الدوليين علشان يجيب الكاس على موهوب اوي دي من المباريات النهائية وهاتلي فرقة يفرد عليها بس مرات تلعب مباراة على لقب الدوري بدون الدوليين وبعدين دوليين الاهل دول هم تسعين في المية من الفرقة من الفرقة اعف كان النهائي الاول بقى مدام احنا اهو ده الجون التالت للاهلي علشان يفوز تلاتة واحد في هذا النهائي في عام اربعة وتبانين الجون التالت كان خالد جدالله اللي كان صاحب هدف الفوز في النهائي اللي قبل منه على طول تلاتة وتبانين لما فاز الاهلي واحد سفر لكن اول نهائي جمع الاهلي مع المصر وليه قصة حقيقة كتير من المؤرخين الكرويين او الرياضيين اهتموا بيها انه دي من اسباب بداية غضب جمهير بورسعيد اتجاه الاهلي ما هيش طبعا في سنة سبعة وعشرين سبعة وعشرين ده كان الاهلي فاز خمسة صفر في النهائي سجل حسين حجازي ومختار تيتش هدفين وسجل ممدوح مختار هدف رجع المصري لالاهل في طريقه في سنة تلاتين انسحب المصري من قدام الاهلي لانه بعد ما لعبه في ملعب الجالية الايطالية في بورسعيد اتعاد له واحد واحد سجل زين العابدين للمصري وتعادى الممدوح مختار للاهلي لكن الحكم كان اسمه رضا افندي رضا افندي عثمان تجاهل اللوائح ورفض استكمال المباراة في الوقت الاصلي ثم وافق لكن اللعيب الاهلي كانوا خرجوا من الملعب يعني هو وقفوا المتش كان فيه مشاكل يعني اه لغى المتش فاللعيبة خرجت فرجع تاني رجع في الكلام وقال لهم تعالوا فمجوش فتلغت المباراة وتقرر اعادتها في اعادتها المصري مجاش انسحب ولم يحضر اعادت المباراة في ملعب الترسانة لكن المصري لم يحضر وانسحب من هذا النهائي في سنة 45 المصري لقى الاهلي في سكته تاني ففاز الاهلي ثلاثة اتنين سجلهم احمد مكاوي هدفين واحسن مدكور هدف وسجل للمصري محمد حمودة في نهائي 47 فاز الاهلي على المصري اتنين واحد سجل حمدين الزامك للمصري وفي قد صدق سجل هدفي واهدر لوكنتي جناح المصري كان يوناني الجنسية اهدر ضربة جزاء ربما كانت ديت اللي في 47 اتنين واحد لانه اعتقد كان الاساس حسن السكاوي في احد او احد كتبه اشار لجزور التعصب امكان الكتاب بتاع تاريخ الاهلي 2007 او او الف تصليه لا سجل قال لك الراديو كان بيزيع المباراة فالمصري متقدم واخر تلت ساعة الارسال قطع تعرف الازاعة بدأت 34 فكانت المسألة لما تيجي تقول في 47 واضح ان المسألة كانت في بداياتها بورسعيد احتفلت على ان المباراة خلصت اه واقاموا اقواص النصر وخرجوا للشوارع بالسنين الاتوبيس يجي من القاهرة جايب اللعبة بالكاس هو الراديو في بداياته الارسال زع جزء من المباراة وقطع فقطع والمصري متقدم فالناس فيهم المطش خلص فضلوا يحتفلوا اربع خمس ساعات على ما اتوبيس الفرق جاي فجي اللعبة زعلانة وجمهور فرحان فين الكاس قالوا له مكاس ايه ده الاهل كسب فطبعا مش هيتقال اصول الاهل اللعب كان من المطش اللي كان فيها وقت كتير انتو مسمعتوش فقال لك لا التحكيم وبدأت القصص من غير ما حد سمع ولا حد شاف فحظ المصري العسر انه في سبع مرات يوصل نهاء الكاس يلاقي الاهل معاه الاخر مرة كان في 98 او نهاء 89 لما الاهل فاز 3-0 سجل ايمن شاوي وطار ابو زيد وحسام حسن اهداف الاهلي المصري فاز بالكاس مرة واحدة سنة 98 كانت على حساب المأولين في السادة القاهرة كانت يوم الجمعة 27 فبراير 98 وفاز المصري 4-3 سجل له عفة نصار هدفين وسيف داود وحمد ابراهيم هدفه وسجل هدف المأولين او هدف المأولين زيزو ومحمد عادل ومحمود العارف من ضربة جزاء الحاكم السعودي وقتها يوسف العقلي طرد مصطفى مارين لاعب المأولين دي خلاصة مشوار المصري في كاس مصر واللي نتمنى انه يا جماعة كل التوتر والغضب اللي بتتورسوا اجيال خاصة من الشباب مبني على معلومات غلط ومبني على تفسيرات مغرضة جدا بدون حقاق وبدون امانة اللي حصل بين الاهل والمصري ربنا ما يعيدوا فنتمنى ونسق انه مباراة التلاتة اللي جاية باش مهندس ستسودها الروح الرياضية خاصة خلي بالك استاذ افراهيم كمان احنا من كتر ما بن احنا احنا بنبلع الطعم السويس فيه اهلوية كتير جدا انا ما عرفش الاسماعيلية بس يعني اصحابي اهلوية عايشين في اسماعيلية والمصري فيه اهلوية كتير جدا جدا بورسعيد فيه كتير اه بورسعيد فيه اهلوية كتير جدا لكن انت بتشوف جمهور المصري جمهور الإسماعيلي فطبعاً دول بيحبوا الإسماعيلي وبيحبوا مش معنى كده الإسماعيلية بتكره كذا أو المصري لا وأنا بقولك إحنا في فترة الحاجة السيد متولي رحمة الله عليه كنا خلاص خلاص فيه بروتوكول الأولوية للمصر إذا عاز حد من الأهلي والأولوية للأهلي إذا عاز حد من الأهلي وكان الأهلي بيفتح ملعب مدينة نصر لتدريب المصري مجاناً طول ما هو موجود في القائرة في مباراة وكانوا بينزالوا يتمرنوا فعلاً يعني خد خالد بيبو وخد شديد إناوي وكنت بكلمه عش الناوي هو تحت 18 سنة قال لي بس استنى خليه للسنة الجاية عشان ممكن يعني يبقى عزين منكم حد تالي فالفكرة كلها أني لما بيكون فيه حد عايز مصالح ومش متعصب هو كان عديته حلوة كان راجل يعني بسيط ودمه خفيف فكان طب أنا أقول لك حاجة جمال جودة جمال جودة إحنا ما كنش عايزين يسيبه أبداً وكان هيدوكوتي عامل معسكر في المجر وأنا كنت روحت معهم أنا راتبت له معسكر ده في المجر عن طريق طريق ضبع ربينا أديله الصحة راجل أعمال كبير في المجر ورحنا وكان يعتمد على جمال جودة كنا نبقى لعبنا ثلاث ماتشات جمال جودة سجل في الثلاث ماتشات معانه لعب آخر تلت ساعة في الثلاث ماتشات فهو راجع وهو عنده قناعة أن جمال جودة ده من العناصر الشابة اللي جاية ومش حيتساد لكن الحاجة سايد طلبه من الكابتن حسن وطلب جمال الجندي وطلب 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 وسؤل هيدوكوتي يعني عنده فرصة يلعب السنة دي قال له لا ده حاجات مستقبلية فوافق أنه ليصبح تقريباً هداف التاريخي وأهم هداف هو مصعد نور أو بعد مصعد نور للنادي المصري وعدل عب منها وعدل عب منها طبعاً طبعاً لا بقول أنا مش بعد الناس اللي راحت أنا بقولك يعني دي وقعة أنا حضرتها شفنا عندما عاد عادة المتعة نأمل بإذن الله تعالى يوم الثلاث تكتمل السنائية وتفرح الجماهير الأهلوية بضم الكاس للدوري عشان نبدأ نبص بعدها بإذن الله تعالى للبطولة الأفريقية هيحصل ده لكن الغالي حيفضل علينا غالي بعد الفصل أهلاً بحضرتكم من جديد الغالي علينا غالي ولا عمره حيتناسى مش كده؟ لا ما يتنسيش اللي زي كابتن حسام غالي أنا عارف أنت إيه الغالي والغالي والغالي كابتن حسام غالي ما يتنسيش صحيح ما تنسيش لأنه شخصية ملامحة مختلفة تماماً وخاصة جداً يعني طب خلينا نقول للناس أنه الأهل أعلن النهاردة الموافقة على انتقال كابتنه الكبير حسام غالي إلى النصر السعودي والنصر السعودي ابتهج واحتفل أيضاً على موقعه الرسمي بالتعاقد مع كابتن النادي الأهلي وأحد اللاعبين السابقين في النصر السعودي ليلعب له لمدة الموسم الموسم اللي جاي إن شاء الله بشمانس كابتن حسام غالي كان لعباً في النصر وانتبطت فطرة وجوده بقيلة عليه مشاكل كتير أظن لو هو كان لعب متعب في نادي النصر ما كانش رجع تعقد مع تاني فأعتقد أن الدنيا ساعات بترد على نفسه على الأحداث لأنه أحسام مش من النوع اللي بيطلع أتكلم كتير ولا بيرد ولا بيعمل هو له صفة عنده صفة قيادية فيه اعتداد بنفسه ودماغه فيها الصح والغلط والاحتراف والكلام ده حبه للأهلي أنا أقدر أحكم عليه لأنه ما من مرة أعدت معاه وأنا بجدد له أو حتى بصفاره أو بشعر بقيمة الأهلي عنه شاهد على مشاعر أنت طب لا ما كانش بيقضي يعني أنا فيه سنة من السنين أربع خمس لعيبة وتوقعت أن أنا خليته آخر واحد قلت ده اللي هيوجع قلبي ربع ساعة ربع ساعة هل يعني شوفوا تقدركوا إيه لكن أنت متفق معاه كابتن عدلي أن أنا مع أعلى فئة طوله مؤكد ما قالش كام أو تفسيره بص مش كل واحد يحب يعني لازم يغير ويدرب ويتخاني ويعمل طبعا الخطأ لا يبرر هو عنده طريقته واخد بالك فيه ناس وهي بتلعب سكتة فيه ناس بتلعب بتتكلم فيه ناس بتتزعع فيه حد بيسيطر على عصاب فيه ناس بتتزعع على طول يعني مش معنى كده أنه محسن واحد في الدنيا بص بقى المحترمان بص بقى على أي حال طبعا ما دي كان بيقنعوا يستلم الكاس أيه أنا فاهم اللقطة دي كلنا عارفنا وعشنا وشعورنا بالفخر قبل كده عماد سابه وخد الكاس في الإمارات ورح مسلمه الكبير بيكبر الكبير وياخد بإيد الصغير خلي بالك يعني فأنت يعني عشان دي لقطة الناس حفظتها يعني فأنت بتسألني عن حسام غالي لا حسام أنا متابعه هو كان مقالبز على فكرة ما كانش كده يعني هو هو عارفتاشر سنة هو جي النادي عارفتاشر عارفتاشر سنة أنا شفته أول مرة في اسكندرية مع كابتن شاطة كان دورة ودية عاملها نادي سبورتيج وكان بيلعب بفريق الاربعتاشر سنة وبعدين قعد جنبك واحد كده فأنا بص ده حيلعب كورة ازاي ده واخد بالك وبعدين نزل لأ عنده فطرة وعنده مهارة ربنا مدهاله كان في جسم صديقنا عامه بقى توفيق مرسي بس خلي بالك هو من ساعة الناس ما شفته ما شفتهوش هم كربز يعني يمكن وعنده تبعتاشر تبعتاشر سنة بتده يسمه تعدل فورمته بقى اتخدت وهو حريس قوي قوي على نفسه وعلى وزنه وعلى عنده مسئولية يعني واخد بالك عنده مسئولية تجاه نفسه اي ودي مهمة جدا اي عندك مسئولية تجاه نفسك بتحافظ على نفسك اي احيانا الشيربيني كان يقولك ما عندهش مسئولية في اللعبة اه ده هو جي قطاع الناشين في وجود الكابتن الشيربيني اه وقول عينه جابته اي ليه كابتن يقول لي لا حيب فايس قوي وعايز يعمل حاجات صعبة قوي ومن ضمنها فيه حاجات هاي ريسك الهاي ريسك دي بقى لما بقى تمشيش بتبقى خطر تبقى مصيدة وشوفناك مرتين او ثلاثة او حاجة اه لكن لما تبقى انت نسبتك يا سيدي خمس مرات عشر مرات في عمرك الطويل ده كله الهاي ريسك ده انت عملت بيه كام هاجم خطر المخطرة اه اه المخطرة اه لو عدت تعملك خطورة لما عدتش تعمل عليك خطورة اه فهو بمهاراته بيعمل ابتكارات في اللعب مهاري جدا عايز يرقى السرقيسة كده عايز يدي كوبري عايز يعمل مش عارف ايه اي ده كوبري للجراديولا يوم ما احنا بلعب روما اه اللي جات جور اه يعني هو عمل الكوبري اه لعبها طويلة راحت لبلال لعبها بالعرض اه اه قبل انه حطاه اه فالكورة دي اه فيه هاي ريسك فالتاني يوم بيقول لي شفت بقى تلو شفت ولا تقطعت فديحك قال لي ما تقطعتش اه هاي ريسك طبيعته هو مغامر لكن نسبته تسعين في المية اي بينجحوا عشرة في المية بتشكل خطورة اي الشيربيني طبيعته للحريسة قوي مش عاجبوا العشرة في المية دي اه طبع لا مش معنوش مسئولية لكن هو لعيب صاحب طعم وجمال وتأثير اعا ولما يكون رايق بتشوف فرقة مختلفة بيقدر يكون سبب في تقلق اربع خمس لعبها حواليه قدامه لا لعيب كواش ولعب في كل المراكز طب خلينا اقول لك السؤال الصعب ما دمنا احنا بنتكلم مع جمهورنا بمنتغل وضوح بهذه القيمة بهذه المواصفات بهذا الحب بهذا الانتماء يمشي ليه اقول لك ايوه هو عنده 36 سنة ايوه يعني 35 اه حيكمل الـ 36 مواليد 15 ديسمبر 81 يعني هو دلوقتي 36 36 السيزن الجاي هيبدأ في الـ 37 والناس كلها كانت بتقول يعني احنا لقيمته القلي بيجدد له سنة اه والعقد لم يفعل اخر السنة اي لان برضو الناس بتحط في اعتبارها حاجات كتير او ما كانش الوقت القيد يمكن اه يعني وقت ما يجدد العقد ما كانش تقدر تقدم عوده اي هو كابتن عماد بس عماد اصغر منه بخمس سنين لا بسنتين سنتين 34 عماد مواليد 83 وحسام 34 لا انا كنت تفكره اصغر المهم اه انا كابتن فرقة ما بيتبادل هو كابتن اعماد متع بهذا الكلام وشوفنا الحميمية اللي بينهم والحرص ان كل واحد يكبر التاني هادي جرية المدريدة مهم يعني لصنديه اه رؤيا صيات صنديه مهم لكن هو اللي عمل الجون هو الجون بتاعه يعني لو كسر كده وحطها يقدر يجيب لكن كده اضمن فلعبها بالاضمن مهم على اي حال هو لعيب هايل جدا وقيادي هايل جدا وعلى فكرة انا قلتلك قبل كده مش كل لعيب يبقى كدر اه طبعا ده هيبقى كدر ده كدر ده يخلص مشواره يرجع على نادي الاهلي بقى يقه نفسه لمشوار اخر انه يبقى قيادة من قيادات الاهلي في اي مكان ادارية ممكن ادارية ممكن في الكورة ممكن في المجلس ممكن في اي حد اي عمل اداري هو ده لعيب مؤهل انه يبقى قيادة مش ينجح كاداري لا قيادة اصلا القيادة فيها سماد مش كل قداري شاطر قيادي شاطر هو كابتن صالح كان كان لعب كويس جدا وكان برضو كابتن في الملعب اوي فيه شيء من العصبية لكن كان قيادي من اول يوم تعرف ان الرجل ده مختلف وده حيطلقت كده هيبقى حاجة متشاور عليه بن بدري اوي لما يخش في المجال شرفع الكورة كان مختلفا وحط نموذج احتزى بالجميع بعدين عندما دخل في مجال الادارة في مجلس الادارة ثم رئيس النادي جاء نموذج منفردا مش مختلفا بقى هو الكتالوج اللي كل الناس بتقيس على دلوقتي الموقف ده لو صالح موجود كان يعمل فيه ايه ودي بالمناسبة عايزين نتذكرها في لومين نحن عاشينهم مدخلين على استفتاءات ودخلين على انتخابات هو كان بيفكر ازاي في كل مشكلة وماذا كان يريد للنادي الاهلي دي نقطة مهمة جدا لان كلنا بنقول احنا اهل صالحة وي محدش فينا بس ارمي بياضك بقى وانت مسؤوله بتقول كده وانا وانت والتالر ما تتصرفوش غير بالكتالوج اللي الاهلي ومصلحته وبعدين ياخد سكة صعبة والناس تقولوا ما تريح دماغك لا هو ده الصح ياخد الاهلي في طريق الصح طريق الصح فده موضوع تاني حسام غالي عنده هذه الفرصة مش درون نقرم بين الأشخاص محدش حيبق إذا كابتن صالح ممكن ييجي لكن أصلا أنا ما شفتش الفكر أنا شفت السمات القيادية بس ما شفتش فكر الكابتن حسام وما شفتوش بيشتغل تحت الضغوط الكبيرة قوي القرارات بقى الكبيرة بس دي كابتن صالح شفناه في الضغوط الكبيرة والقرارات الكبيرة اللي تبان صادمة للناس كتير لكن تؤسس لأسلوب عمل وتسترد حقوة وتضع دستور شفنا كابتن صالح كمفكر إزاي كان بيفكر إزاي كان بيحتمل أفكار الآخرين ويتنازل عن رأيه أمام رأي واحد زغير بس يكون عنده حق يكون صادق حسام غالي نتمنى له التوفيق لأنه دي آخر سنة له الناس ما تزعلش منه قوي وفضل مصلحته مفضتش وعلى فكرة حسام لو كان يعني شعر بحاجة الفريق ليه كان هيضحه هو دلوقتي شايف تقلق خلينا سرحة تقلق لسولية لسولية تقلق لجه هشان محمد تعقدت مع هشان محمد أنا هقول لك بس السولية وهشان محمد وصالح جمعة وعندك أجيي بينزل وعبد الله وعبد الله السعيد يعني إذن هو مش شاب الأهل في مأذق وحاسس أن دوره هيبقى في الروتاشن مش هنقول أنه هو هيجي وراء هيبقى مش هو طيب عنده فرصة يعتزل بعد عقد خيالي ما بيجيش كتير في لحظة دون أن يضر نادي الأهلي واستأذن نادي الأهلي والنادي الأهلي أيضا شايفها كده ما هو طبعه رافض لمؤمن لأنه حاسس أن كابتن حسام يستطيع الآن كانوا عايزينه بقيمته أنه هو يقود الكتيبة لكن من ناحة الفنية في بدال فمحدش يزعل من كابتن حسام الكابتن حسام نحاسب عليه وهو بيحب الأهلي جدا 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 ويرجع لنا يعني وقد حقق موسما جيدا ويعلم ماذا تخبئ الأيام عايزة أقول لك أننا يعني أثناء البطولة العربية كنت ضيف في برنامج لقال القاهرة على الرياضية السعودية كان فيه أربعة من الزملاء السعوديين كلهم بيتكلموا على حسام غالي بيعجاب شديد جدا أي مرة بينزل الملعب يحدث الفارق الناس ما بيشوفش غيره ما بيشوفش غيره بعد مطلش حسين ضاي إعجاب بحسام غالي وموهبته وبيتذكروا فترته مع النصر السعودي أتاري هم كان عندهم خبر أو عندهم معلومة أنه النصر بيفكر فيه النصر لما جيه هنا وشارك في مرحلة تجديد آه ما حققش المردود اللي كانوا هم متوقعين هنا تحتاجين قيادة آه بس هو بقى إيه مش مستحملة آه إن نسيب حاجة ضايقك ولا تنرفزك ولا تخرجك عن شعورك آه خد هسنة تقدم فيها أحلى صورة ذهنية عنك إذن كان قرار مرضي للجميع الجهاز الفني يعني كنا نتمنى أنا عن نفسك كنت أتمنى أن يبقى استمراره طبعا إنما مهياش ثنيا مش سهبنا فخطورة مش سهبنا فخطورة بالضبط حسام غالت ولد في 15 ديسمبر 81 في بيلا في كفر الشيخ بدأ اللعب في نادي بيلا وهو ناشي انتقل للأهل تحت 14 سنة انضم لصفوف الناشئين أقام في استراحة النادي في مدينة نصر ثم انطلق تدرك في فرع الناشئين مباراة ريال مدريد اللي حضراتكم شفتوها كانت في 2001 اللي انتهت 1-0 بعدها بدأ حسام غالي يبزغ نجمه انتقل لفاينورد الهولندي منه للتوتنهام الانجليزي واحترف أيضا في ديربي كونتي في دور الدرجة الثانية الانجليزي يعني اللعب برضو في كذا محطة ثم للنصر السعودي رجع منه للنادي الآلي ثم رحل لليرز البلجيكي وأخيرا وعد للأهلي وغادره الى النصر السعودي اليوم شوف مشواره الاحترافي برضو انا القدر سأني ان اكون مع بداية مشواره الاحترافي ايوا جاني واحد اسمه مستر تود اه راجل اجنبي اه وقال لي نادي باينورد الهولندي مهتم بحسام غالي اه عملنا اغلى الصفقة في تاريخ الكرة مصرية وقتها اه مليون وربعمائة الف يورو يورو زائد خمسة في المية عند اي عند الانتقالات اللي هيعملها لحد سنة 23 سنة مهم فلما تنعل توتنام برضو خدنا فيه مبلغ مهم اخد بالك اه هو مشواره توتنام كان هايل هايل مارتين يول قال عنه كلام كثير اللحظات اللي بتيجي ماهو المبدعين دول بيبقى عندهم حتة اه اه ما بيبقاش بيبقى اه عنده حساسية وعنده عادي نشوف كل حاجة صح اه المثاليين دول بيبقوا متعبين اه بيبقوا متعبين لنفسهم متعبين اللي حواليهم اه بس بيبقوا مؤسرين بالإيجاب في النهاية اه انا الماتش اللي هو يعني خرج منه ورمل فانيلا ده انا اتفرجت عليه اه الزاج الكل دي غالي 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 كان تقريبا بيبصم على كل كورة اه فهو طلعه وهو حسس انه عامل ماتش هايل اه بس فنسي نفسه رمل والراجل بتاع ده مدار بتاعه كان الاسرائيلي ده اسمه ها بدأت المشاكل بدأت المشاكل تزيد بس خلاص ما هي خلصت هي بقرر ما فيش هي كده حسسن غالي مع الاهلي احرص 13 لقب منهم اربع دوري كانوا 2011 2015 2016 والسنادي 2017 فاز بكاس السوبر 23 23 لقب مع الاهلي ما شاء الله ده حسام غالي اللي حيفضل دايما وابدا عنده كل اهلاوي غالي نتمنى له النجاح بازن الله في مسيرته مع النصر السعودي عشان يرجع بس وكده بيته تاني ورّت عماد متعب اه عماد عليه عبء ثقيل في قيادة في الثاني اه كانوا بشيلوا الكاس مع بعض شيلوا واحدة كبير عبء اه فعماد برضو ياخدها بقى بالمفهوم اللي أنا كنت بتكلم عليه ده تمام ها يمكن مواقع كتيرة حتى وإحنا شغالين اهتمت بالنهاية تتناقل اه قرب انتقال محمود على مدافع وادة دجلة للنادي الآلي اتقال كلام كتير فيها لكن النادي الآلي حتى الآن لم يحسم الأم ربما بكرة يبقى فيه وقت متسع شوية وإن كان قصير لحاسم صفقة مدافع للأهل علشان يلحق يسجله في القايمة الأفريقية قبل نهاية القيدة الأفريقي بكرة الجمعة الساعة 12 بالليل هو اخر فرصة صبح بكرة اه فا ايضا من الاخبار الاخيرة رمضان صبحي بيعلن على صفحته انه مدد عقده مع ستوك سيتي لمدة خمس مواسم قادمة الغالي حيفضل طول عمره غالي وجونيور أجيه محترف بنكهة الأهل اتأجلت الفقرة دي أكتر من مرة الحقيقة ربما أجيه كان بيحب يأجلها لغاية لما نتكلم عنه وهو في أجمل حالاته يا بشمانتس أمبارح كان مبدعا اه هاي انا واحد بشوفه يمكن اهم صفقة جابها الاهلي الفطرة اخرانه من مدة يعني انا بقول لك كده لحد ما اتعور رجع خد وقت شوي عشان يرجع لكن هو اللعيب اللي بيعمل كل حاجة صحة في الكرة اتحرك بدون كرة يتحرك بالكرة يقرب لزميله إذا جات له فرصة بيضيع واحدة وجيب التانية يعني نسبته في التهديد مش وحشة واضح انسجامه النفسي مع اللعيبة اه مرتاح اه يعني في صراحة غير الرجل اللي كان بيتشاءل بده لا كله بالي ده ده أنا كنت فكر أهلاوي والله خميني خدعه اخباره ايه ولا حد يعرف عنه حاجة هو حيلعب الزمي غير شهادة دولية طبعا ما بيلعبش اه يعني اولا كان السنة الستوشهر ده وخرج من عندنا وكسبنا ارشين وهو كسب ارشين كان جرأ ايه كان حدا حقوله لا لا طبعا دي مجموعة من اهداف جونيور اجيه اللي الناس كلها الحياة بتتعاطف معاها زيادة يمكن لانه شوية مندمج مع اللعيبة وشوية حابب الجو بتاع النادي وشوية اه مشوفوا جون ده اول هم جابه اه شايف الابداع اه شايف المرمى بضهره لا القرار انا بايمني القرار ما ممكن تيجي في العرضة اتنين للتحاد السكندري اه اللي ضاعنا فيه دربتين جزاء اه الناجيريين برضو في الكرة الى حد كبير بقى عندهم نطق غير بقية اللعيبة الافاركة غانة وناجيري حقيقة اه عندهم شخصية لعيب الكرة شوية يجي بعدهم كود دفور اه طيب دي بعض الاهداف عن جونير اجاييو وتألق ولغاية امبارح الحقيقة امبارح جايب جون وصنع جون يمكن كعب الغزال يعني الحركة اه بساعدك كمان يعني ممكن ملمس الكرة اي فدي فيه اسست اه لانه بيفرغلك مكانه وبيديك فرصة تتحرك احيانا تساعد بانك تفاوت كرة اه 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 بص شوف طب فكر فيها ازاي دي اه اه نوليك اه يعني هو ماشي لمح وكده قالك والله دي لو وصلت له تبقى جون وجون الاولاني وجون الاولاني وجون الاولاني حمودي مدهاله عالم حمودي رخ عالم حمودي او حمودي بيقرر نمسك لو وقف حمودي افصايد اه طبعا بص بص اجا ايه وهو الحقيقة لعيب مريح لعيب كويس لعيب اه يستحقه الاهلي وهو يستحق الاهلي فعلا الله صحيح يعني حاجة كده عامل بيفكران بجلبرتو بس على حرفانة اه اه طيب نشوف بقى بعض الاراء الفنية في جونيور اجايا الفيلسوف الكابتن ايمان يونس في اونسبورت رأيو ايه اجايا في جونيور اجايا 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 بص بقى اللقطة دي لأ هرا ما روح لش الاراء الفن هو الاراء الفن اجايا اجايا هو لازم يروح لحش اجايا 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 امتى هتخش على الراجل وقف الكرة تحت رجليه هو تحت الجول خمسة يا كابتن متحد والراجل الكرة وقفت تحت رجليه اولا اجايا فرود اللي حط الكرة دي فرود عالمي احنا بنتكلم على مستويات اوروبية اللي حط الكرة من تحت جسم وباللقصة دي فرود عالمي وماقدرش يجيبها الا اذا كان الباكر ردي انه يجيبها زبط ده الجول بتاع الزمال ده فرود عالمي ودي يعني لها بتفرود بمواصفات عالمية زي ما بيقول الكابتن الفكرة كل ما اقولك فكر فيها ازاي ما هي الفكرة لما تجي لك تجي تنفس الكرة تحت رجلك كان ممكن يلف ويشوت على طول انما هي من خرم ابرة رح موجهها في المقص طيب نشوف الكابتن في أجي 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 ناردا شايف ناردا كان كلمة سر يعني أجي ناردا كان فائل فوقل مش طبيعي مركز أوي الجون هو العمل الجون الأولان بوس مريحة زي الوليد سليمان لعيب كرة كبير شايف ان هو جاي يحط له زي على الشوط على طول وليد ياخد بيمينه صعب وبي كابتن متحق من قبل وكانت بتحط كان بصراحة كان مصير من أجاي بقى موجود في المرحب قبل الأستوديو بصراحة يعني هو قال حتى كان مستقر لما أنا بقول له عمرها يلعب قال لي لا أنا إزاي هيقعد أجاي ففعلا أجاي كان عند كلام كانت بتحط ان هو لما لعب حاجة مختلفة بيصلح الكرة ازاي لعب كرة صعبة تأخذها منه بيعرف يعدي منك في سنتيمتر يقدر يعدي منك وقدر يلف بيك ويدور يعني من العيبة اللي لا جد ان هو يلف بيك ويدور في ثانية لا يمكن لأ تحطي الحسن الجون التاني بقي غريب جداً ان هو اللي لعبها لولي عبد الله سعيد ولكم من الاسبرينت وسطي أنا عايز عشر حمد السجون ده بص أولا عبد الله سعيدة كابتن من العيبة زك وقف بقى هنا كده لصوحة يا ناصر بص البص هنا بتاع عبد الله سعيدة كابتن أولا انطلع برجلي طلقة جامت جداً فكوننا لأن الكرة تبقى كده كابتا قيمة ورح دايس على الكرة تقف تحت رجلي بالشكل ده أولا دي صحبة جدا تقدر رقم واحد رقم اتنين بقى بص وقفت زي الكرة تحت رجلين مابعدش صنط وكمان مابعدش رجلية عشان رشوت لا ده هي تحت رجلية أحط بطن رجلي بالكوة دي تروح راها في المقص كده اللي اتنين ماعملونش غير لعيب تقيل قوي ومركز قوي يا كابتل أيمن باللعيبة اللي بيعمل الكلام ده أنا دايمن حتى بقوله اللعيب عدي اللي بيعمل الكلام ده اللعيب الكبير اللي هو ميسي وكريستيان يروح عامل لك اتأمير يروح عامل للكرة ونكمل برافو عليك يعني فيه غزل في أجايه مش غزل هو لا يعني موهبة هو إدراك موضوعي لمهارات معينة واسلوب فكر في لعيب قدامك ممكن يجيله ماتشو مش موفق تلاقي الناس بتزوم لكن احنا بنتكلم على اللي احنا شفناه في معظم تصرفاته هو فكر مختلف وبيسهلك الكرة ولذلك الناس كتير مش قادرة تلقطه بيحسسك ان الكرة لعبة سهلة احنا جبناه من السفاقس التونسي وهو لعيب يعني ايه يلعب الكرة ويتحرك لك ويتحرك لك من غير الكرة وبعدين يقرب لك ياخد منك الكرة ويتحرك لك من غير ويبص ويجري لعيب زي ما تتمنى انك انت لو انت بتلعب كرة تحب بيبقى جنبك الناس دي فهو لعيب كمان الافرقة التونسة والمغرب والجزائر بيعرفوا يشتيروا من افريق احسن اه لانه دون طبع مقود يا ابراهيم اه معلهمش الضغوط اللي عندنا احنا عايزين نجيب اللعيب اللي ما فوش غلطه اه فبتغلط طب احنا بناخد منهم ليه لانه اللعيب يخش بنجربوا عندهم الاول اه يعني عندهمش لعيبة فشلت عندهم لعيبة فشلت اه بس بصراحة مش زي اللي عندنا انا شايف ان عندنا دلوقتي السنة اللي فاتت مفيش لعيب افريقي فشل في الدور عندنا اه انما انت بتيجي تقيس اللعيب في النادي الاهلي معيار النجاح والفشل معيار و ايه مش عايز يقلط غلطة مفيش حاجة كده اه يعني انت ما انت جيبت علي معلول كويس وجيبت اجيئ كويس وجيبت كله بالي كويس اكتب ، اكتب قرب الناس دومينيك كانوا تحت السن اه توفى دومينيك العيد بقدرات هيلة جدا لكن شخصية مزعجة جدا هو ده اللي عطاله لكن طلقه سريع ومهاري ويرقص ومشهود وبيعمل أساس انما منتج ضمنه في الملعب منتج ضمنه مودي فأجاية ده كمان شخصيته كويس بس نقدر من أجاية ده نعمل منه حاجة كبيرة هو حيعمل انت بس تسيبه في الملعب هو بيطور نفسه مع مزيد من الثقة والعين ده شخصية بتقوله تبتكية نعمل كذا بيلتزم نفسه هالي مش ترابل ميكر مش عصبي مش أناني فانت بتتعامل مع شخصية هو حيطور نفسه طول ما هو موجود في الملعب بيسمع كلام طبعا ده لعيب كويس لما تشوف كابتن زكريا نصف كمان حيأكد على كلامنا موسيقى 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 من أول دقيقة أنا بقولك في دقيقة خمسة أجاي كان هيجيب جول في الدقيقة تسعين جاب جول وجاب جول حلو عوي أنا يمكن كنت من أول نسل انتقادت أجاي أول ما جيه لأنه ما كانش لسه مطلع كل اللي عنده النهاردة أنا بعتبره هو مان اف دماتش أجاي صنع جول وجاب جول وكان ليه تحركات إيجابية وبيحاول يسند مع اللعيبة يعني كان إيجابي النهاردة أجاي جدا فأنا بعتبره نجم اللقاء النهاردة أنه يصنع جول في نجزة ملك ويجيب جول ده بالنسبة له أداء جيد جدا موسيقى إذن دي الخلاصة الغالح فلفتش نظرك حاجة؟ يعني كم تذكرية بيعلق على ماتش الزمالك قالك مان اف دماتش طب تعالك كده نفكر كم مباراة هو مان اف دماتش مبارح هو مان اف سيزون هتلاقي كتير يعني اذا كان لعب مسا 15 مباراة 7-8 منهم هو مان اف دماتش صحيح بلان اللي بقولك عليه انه ريجلر بلاير يعني هو يديك اه يديك تسعة ويديك ستة مه 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 ما بيقعش فهو ريجلر يعني العيد عارف انت وانت بتنزل العيد ده هتاخد منه ايه وبمزيد من الوقت والانسجام و اللغة كمان بس يا رب يقعد يصمد عندنا ما يبتديش يجيلوا حاجات هم مش هيتنمرد بقى هم مش هيتنمرد بس الاحتراف. انت ممكن انت. هينمرضوه. اه يعني مش نمرض. هي مش نمرض انت ما يجيلك في حياتك طموحات. اه. اه بس في التعاقدات. وهيهرب يعني. مش هيه. انما انت نفسك سيبتي ايفونة ليه. اه. لا ايفونة عقد كبير. محدش كمان. انت كمان ده انا باتكلم على كده. اه. هو مش هيجي. يجيلك حاجات مغرية قوية. اه ممكن يجيلك حاجات كده. انا اتوقع يجيلك حاجات ده جونيور اجييه. المحترف بناكهة الاهلي. وناكهة الاهلي يا جماعة في الاحتراف. مختلفة. لو كل لعبت الكورة اللي انتوا بتسمعوا قراءهم. كلموكوا على. يعني ايه لعب النادي الاهلي. هتلاقوها مختلفة تماما. في ضغوطها في مسئوليتها. حتى في. شفته كابتن حسن شحاته. قالك الاهلي الكورت سهلة بس تزهى اي حد. تتعب اي فرقة. لانه تقريبا رأس الحربة عنده مهام دفاعية. لما بنيجي نقول ان الشريف اكرامي عمل رقم كبير جدا في انه يلعب تلاتة وعشرين مباراة ما تهتز الشباكو. شريف حارس كبير جدا. بس المسألة ده الفريق كله. ده بدايته ضغط من جونيور اجيه والد سليمان واعماد متعب واي فرود بيلعب. بيضغط من من بداية مركزه وهو رأس حربة. على الفكرة حتى الفرود بتعليقه. اللعيبة في كل الملعب. لما تلاقيه وحش. اه. بس بيعمل ده يعني اه عمر جمال. اه. حتى الناس بتنتخد ما بيجبش جواه. اه. بس تلاقيه بيفارمله وبيخش وبيعمل. مروان محسن. اه طبعا. طبعا. اللعيب اللي ما بيعملش دي دي الوقت لزروف السن والكابتن عماد متعب بس بيعوضها بخلاصة خبرة. خطورته في المنطقة. ان انا بقى في الحتة دي كمان مش محتاج مئة كورة عشان نخلصه. ايوه. اه. فانت الفريق اما بيلتزم زي ما انت بتقول بكل خطوطه الدنيا بتبقى. بالزبط. فبتخدم على كل الخطوط. فريق ياخد البطولة ويسجل اكتر الاهداف او تاني اكتر الاهداف الدوري. وهو بيلعب براس حربة واحد وورا منه تلاتة. ازاره دولاتي بيعمل ايه? شوف اه ازاره كمان بازل الله هيكون لعب. بيعمل ايه? اه. هو دي المهمة اللي بتطلب منه. اه. على الاقل اللي لازم يعمله. اه. محطة على طول. على الاقل. اه. لكن هو طبعا مطلوب منه انه هدف. اه. لكن اذا عمل المحطة وساعد غيره انه هدف برضو. تقدر تقول انه قدى مباراة اه كويس. بس تصدق. صدقتك? اه. هو مين بقى السيدي? صدقت. هو مين بعد الفاصل? اهلا بحضاراتكم من جديد. تصدق. صدقتك? هو مين? هو مين هقولكه كواليست السريعة. كنا بنعمل الفقرة دي فقلنا. قلت له لتصدق انه انه اعايز اقول له. لأنني كنت فاكرك حساس بجد فالمهندس عادة قال لي لا طب ما هتبقى تصدق صدقتك خالت علي لعبتك هو مين حكمنا الدولة الكابتن محمود عشور كابتن محمود عشور في مباراة الأهل والإنتاج الحربي كان يملك جدارا شديد الحساسية والرقة والرومانسية لدرجة أنه نظرة حسام البدري ليه جرحت مشاعره شوف مشاعره وهو كابتن حسام البدري النظرة ما كانتش لطيفة بس جرحت جدار الحياء بتاع الكابتن محمود عشور وتعامل معاه بحساسية مفرطة جدا والناس عطفت مع محمود عشور ضحية نظرة البدري وبصته اللي فيها ازدراء ازدراء للحكام وطردوا انطرد الكابتن حسام البدري والناس بتلوموا وبتحيي محمود عشور برافو حكام بمجرد النظر لجنة المسابقات استجابت هير أخرى لخدش حياء الكابتن محمود عشور ووقفت حسام البدري يجي خمس ست مطشات على وقفته وبصته اللي قزت مشاعر الكابتن محمود عشور صدقناه كلنا صدقناه وكلنا قلنا الرجل اتخذش حياءه لا اهم حاجة ان ده حكم بشخصية اه طبعا بس انا قلتلك يوم اياه قلتلك بس حلو قوي تاهتوا القناة هنراقب كبرياءك ده بقى هل مصطرتك على الاهلي بس هل الكبرياء دي المبالغ فيها دي على الاهلي بس لان احنا شفنا قبل كده الحكام بتتدفعوا بيزعق لها ما بتتشطرش غير على الاهلي اللي طول النار يقولك الاهلي والتحكيم وعدنا انتظرنا من الكابتن محمود عشور ان يحافظ على هذه الهيبة هيبة الحكام في كل مبارياته ومع اول اختبار حصل اللي حصل تفرجوا بقى اللي ماستحملش النظرة استحمل ايه حمق محمود عشور بيحكم مباراة الزمالك والمصري من يومين ثلاثة في الكاس شوفوا الراجل اللي ماستحملش بصة البدري استحمل ايه علشان ملك وكتابة من اول حلقة كانت اكتر حاجة مهتمين بيها اززواجية المعايير اززواجية المعايير تقريبا ده واحد من اهم مكونات منهج ملك وكتاب حاسبني زي ما بتحاسب غيري اشتغل معايا بمصطرة واحدة بص بص لكن يحصل فيك ده كله يا راجل شوف التشويح يحصل فيك ده كله وما تكتبش كلمة في تقريرك الله 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 استنى بقى لا لسه لسه استنى استنى بقى بيسقف له وماشي قال له برافو 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 استنى انا عايز بس اللقطة دي اياك ما تكونوش وجبتوها ماشي يتهكم عليه هي دي اللقطة اللي ثميني وهو رح مدينه دهره عشان يعمل نفسه مش شايفه اللقطة دي معانا ولا لا يا شباب كل ده لا يعنيني كل ده لا يعنيني انا عايز لقطة نتفرج ونطول بالنا يعمل اقا انت ايه ايه دي دي خين ست هي هي هو شوارب مجمعين مجموعة لقطات من المباراة للتعامل كله مع محمود عشور وازاي استحمل كل حاجة الراجل يعني هتلاقيه في كل حدث هو اداله الانظار وراح ايه راح التاني اقول له برافو برافو بتهاكم كده راح محمود عشور عشان ايه يعمل نفسه مش شايفه راح ملافف مش وراي يقول له برافو 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 يعني برافو برافو بسخرية اقل من النظرة اللي بص لا ممكن انت فصرت الزرق هو اقولك لا انا كنت مونداش دي نظرة استغراض اه ما هي حمالة بقى طيب انا عايز اعرف ماذا كتبت يا محمود عشور في تقريرك وضع احنا ما كتبت مش حاجة لم يكتب اي شي رايح الاول بيزع هيدي له انظر لو كانت كنت تكمل اهو اهو بيسقف له اهو اهو لا لسه كمان اهو لسه كمان اهو ضير حيرجعله اهو حيرجعله تاني اهو اهو وحيسقف له تاني وماش وراه حيستمر لا في بقى لقطة وهو ماش وراه هي هي لا اكمل عليها ماش مع علينا ادي تكفي براه نفس تسيبت لسهيان كتواضحة جدا 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 ماشي وراه اهو اكتر من خاطوة اهو 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 ايوة واللعيبة بتحوش اللعيبة حست انه ممكن يجراله حاجة مطلعه لنش كارت احمر مكتبش في تقريره اصل برافو برافو دي مش تريقة والتسقيف مش تهكم لكن نظرة الاستغراب والاستنكار بقت اصدراء عشان كده هي دي ازواجة المعايير وهي دي المشكلة يا جماعة يعني صدقنا له بدفع عن هيبة التحكيم لكن لا هو كان ساعتها بيمارس اه انغرور والسطو على الاهل فقط مم بس اسد علي يعني 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 التصرفات عشور في المدشة ده وتصرفات اه ابراهيم نور الدين امام الفيصالي لا انت بتصرفوا بطريقة تانية خالص لما تحبوا بس بتحبوا امتا الله وعلا الله وعلا عموما الاهل ياباني اصلا احنا اللي سبنا البصمة الياباني في اي حاجة بصمته تصنعها يابانية طب الاهل هو اللي ساب البصمة في اليابان عارفين بأمرت ايه مشاركته في كأس العالم للاندية برقم قياسي في كأس العالم للاندية المرات اللي اقيمت فيها في اليابان تصوروا خلت لعيبة ومدربين من اليابان ييجوا علشان يعملوا معايشة مع الناد الاهلي دي لقطات اتنين لعيبة الدكتور حسين الزناتي ده دكتور مصري شاب صعيدي من المينيا اقام هو هو في النص على بكر شفاكة حسين الزناتي شفناه في اول مرة في الفين وخانسة استنى بس اللقطة دي لازمة انتيجة لانه هتشوفوا حاجة اسمها التحور ازاي راجل صعيدي يقلب يبقى ياباني لمجرد انتجوز واحدة يابانية وعاش في اليابان كم سنة اتسرح زيوه شعره بقى ياباني عينيه قلبة ياباني وشه قلب ياباني انا لما شفته السنة اللي بدت ما صدقتش يعني قلت له يعني ممكن محد يبقى صعيدي يتنجر يبقى زي بتوى القاهرة لكن يقلب يبقى ياباني السحنة تقلب خالص لشخص ياباني بمواصفات اليابانيين دف العلم طب من انت السعيدي مطرح تعيش في المانيا بقى يمكن ان ترجع عليك خود حتشوف عموما الدكتور حسين زناتي هذا الشخص المصري اللي عايش في اليابان ومتزوج من يابانية ووقع في غرام اليابانيين ازاي اصطحب اتنين لعيبة يابانيين جايين لقطاع الناشين في النادي الالي علشان يعملوا معايشة وصلوا من يومين جمعية الصداقة المصرية اليابانية اللي انت حضرت ليهم اكتر من نادوة هناك في توكيو هي اللي رتبت هذه الزيارة نشوف في الاول الدكتور حسين الزناتي يتحدث عن تجربة معايشة اتنين لعيبة يابانيين للتدريب في النادي الاهلي نحن عمين رابطة من سنة 2005 كان اشترك فيها اول ما بدأنا فيها كانت حدود أربعين واحد الحمد لله وصل دلوقتي لتلتمية وحاجة يعني تلتمية وثلاثين منهم طلبة مدارس يعني فيها عندي اتناشر مدرسة عندهم رقم خاصة النادي الاهلي وكل ما يجي النادي الاجي بيعملوا يفتاطوا ويوديوها الستاد في عندي حتى عاملين فيديو صغير كده من أول سنة سنين لحد سنة 90 سنة يعني العمار كلها مشتركة معنا في رابطة النادي الاهلي كان في بعض من العائلات المشتركة معنا في رابطة النادي الاهلي كانوا بيقودوا مخصوص عشان يعملوا يفتط بالليل وكانهم رحين رحلة كبيرة جدا بيجوا من أماكن بعيدة المجموعة تكونت في رابطة النادي الاهلي في جزيرة سمع جزيرة هوكايدو في أعلى شمال اليابان ساعتين بالتيارة لحد ما كان يقهاما مكان الأستاذ فكانوا بيجوا معنا العائلات مؤينية على حسابهم وبيعملوا الأولاد المدرسة عملوا بعض من الفتاة وعملوا أغاني للنادي الأهلي وسلمناها لإدارة النادي الأهلي لما كانوا موجودين في الفندق كان الأولى العلاقات كان بدأت عن طريق الأستاذ الدكتور طارع عبد أدر حادم رئيس مجلسة الجماعية الصدقة المصرية اليبانية تواصل مباشرة مع سيدة اللواشرين وبعتنا الفاكس الاسمي وسادة اللواشرين حول القطاع الناشئين لأن اللعابة الموجودة معنا في منهم تحت السن أنا عندي برضو من ضمن الحاجات اللي بقدمها فيه كبرامج صقافية عن مصرف أثناء شغلي بقدم طبعا الرياضة لكورة الخدم كحاجة مشاريفة بينا طبعا وبقدم النادي الأهلي في بعض من حضراتي وفي بعض من الدروس نستغل الفتاة اللي بعمل لهم هايلايت الماتشات نتفرد كلنا ببعض فالنادي الأهلي برضو موجود معنا في المدارس حتى حاملين كورنر خاص بالنادي الأهلي في بعض المدارس اللي عام داخلهم عن ندي الأهلي عاملين كورنر يعتبر النادي الوحيد على مستوى العالم اللي هو لي جنب المكتبة اللي موجودة في المدارس معمول كورنر كده خاص بالنادي الأهلي اللاعبين اللي موجودين معايا في اللاعب تاكومة سنه 23 سنة كان محترف سنة في بوسنيا واصلا هم اللاعب التاني اسمه كيم سنه 21 سنة اللاعبين بيلعبوا فريق اسمه F.C. كوريا واخد المركز الرابع في دوري بي لكن هما عندهم كانوا أسناهم في الأكاديمية الرياضية المكونين كورنر 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 فيها كان أحسن لعب في الأكاديمية والأكاديمية بتاعتهم أخدت دورة البطولة يعني المركز الأول فأثاروا ان هما سموا على النادي الأهلي فقالوا ان هما عشان يبدأوا الاحتراف مشهور الاحتراف نبدأ من النادي الأهلي النهاردة كان أول لقاء ليهم شاركوا مع الفرعة تحت 20 سنة الحاجة اللي لفت نظري نظري معهم أو هما الوهالي ان الفريق التكنيك بصراحة يعني عالي جدا مجموعة الباصة بسطين وبعدين يفتح الملعب دي يعتبر من ضمن التكنيك العالي للعب المختلفين اليابانين فقالوا لي ان هما يعني هما كلعب بالنسبة للمجموعة كانت فعلا اللعب سهل جدا ان هما مش عارفين اللغة مع بعض لكن ممكن يتبادلوا ان هما يعني يعني اللعبوا مع بعض اللي حاجة التانية لفت نظرهم في المكان هنا فيه اكتر من اعمار وفيه اكتر من مجموعة كبيرة على المستوعالي وطبعا المدربين ما شاء الله على المستوعالي جدا والمشرفين هنا ديهم النصائح يعني بعد ما خلصنا التدريب كان مجمو جولهم قالوا لهم ان فيه نصائح يعني معينة اخذ بالك من النقطة دي فدي بنسبة لهم حاجة طبعا او مر تحصل لهم كمسلا انتكم انه كان محترف في البوسنية كمجرد بس قال لي يعني كنت بلعب يعني مجرد حتى اللغة مش يعني مش قريبة لكن حصل كان فيه بعض العواق لكن عندما جيت هنا اللعبة كانوا مرحبين اوي 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 وكانهم يعرفوا بعض من زمان يعني فدي كت يعني اتعتبر خطوة قائزة جدا جدا للنادي الاهلي والمصر والسياحة النادي الاهلي الوحيد اللي هو التلفزيون الياباني كرموا وعملوا دوميا اسمها ساتورو واهدمها للنادي الاهلي فدي اعتبر النادي الوحيد على مستوى العالم اللي هو الشعب الياباني والتلفزيون الياباني يعني طبعا التلفزيون الياباني على الاعلى مستوى يقرم النادي الاهلي ومنتظرين طبعا قدوم النادي انا بلاحظ برضو اثناء الهاي لايت اللي بيعملوه في الدورات بتيجي سيرة الاهلي يعني بيقولوا مثلا افريقيا في فرية طبعا بطل افريقيا مش هو النادي الاهلي كان عملي كده النادي فبتيجي سيرة النادي الاهلي دايما في المحادسات أو في بعض اللقاء الغياضية شفنا كيف ترك الأهلي بصماته من خلال مشاركة في طولة كأس العالم أنديع اللي دفعت اتنين من أكاديميات انشئت من جمعات الصداقة اليابانية المصرية تيامون بالأهلي تماما نسمحهم حيقولوا إي عن تجربتو موسيقى 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 شكراً للمشاهدة 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 يتكلموا عليك ويجي يعملوا معاك معايش ويتكلموا عليك ويتفرجوا عليك لا شيء آآ يقولك سقافيا حتى في سيكشن في كازم مدرسة خاص بالنادل الاهلي آآ بقولك النادل الوحيد في العالم آآ ده ده نتيجة ايه الانطباع الجادي نسابه اللحيبة صحيح والبعثات اللي راحت شرفت مصر قبل النتيجة السلوك والشكل والحضارة وحاجة يعني نفخر نحنا كنا جزء آآ صغير جدا من هذا المشهد صحيح طيب نشوف الدكتور عمرو المجد مدير قطاع الناشئين في النادل الوحيد ويرحب بضيوف الاهلي اليابانيين والله هي خطوة جديدة وجريئة ومناسبة جدا لزروف اللي حنا فيها ليه لأن احنا كان زمان بنقول الهدف بالقطاع الناشئين هو التفريخ للفريق الاول ونسعه ويطلع اثنين ثلاثة طبقية الناس يتروح فيه فاصبح من اهم اهدفنا اضافة اهدف اخرى الى التفريخ للفريق الاول وهو تسويق اللاعبين واحتراف اللاعبين سواء في اوروبا او في بلاد عربية او في بلاد خليجية او داخل مصر كله حسب مستواه ولذلك يمكن انا اتكلمت مع الاستاذ حسين اللي هو المسؤول عن الناس اليابانيين فيه امكانية فتح الباب امام اللاعبين الموهوبين لاحداث معايشة مع الاندية اليابانية هناك حتى من السن الصغير الولد بيروخ بهدف الاحتكاك بهدف اكتساب خبرات بهدف ان يعرف يعني ايه ينتقل من بلد الى بلد ويلعب مع مجموعة غريبة ويكتسب عددهم ويكتسب تقاليدهم برضو ان امكن وبالاضافة الى التزامه بتقاليد بلدنا اللي هي موجودة هو الحقيقة ارد علي ممكن احنا نعمل حاجة زي كده فلو كان الامر كذلك فاحنا هنحط اليابان من ضمن الدول اللي ممكن ان يطلع لاعبينا للاحتكاك وللمعايشة لان احنا عندنا في البرتغال متكلمين مع رئيس الهدي برتغالي الغاية دلوقتي وموافق على الكلام ده يعني على الاقل انا عايز اجيب خمس ست دول بحيث اشوف اللاعب الموهوبين من السن الصغير حتى من سن 12 سنة مغاية سن 18-19 سنة واوزع الولاد دول على الاندية يحتكوا سنة 2-3 اكيد هذا الاحتكاك سيكسب الجزد الخبرة وحيعرف الدول الاخرى او الاندية الاخرى مدى كفائته ولو لضمت في بعض اللاعبين هتبقى خير وحيبقى نجاح كبير جدا لقطاع النشئين ونجاح كبير جدا للنادي الاقلي ونجاح كبير جدا لمصر وياريت الاندية بعد كده الكبيرة تحزو حزو النادي الاقلي في هذا الامر اكيد هنلاقي يعدينا لعيبة محترفين كتير جدا لبره وده ينعكس على المنتخبات القومية للنشئين اذا كانوا صغيرين او على المنتخب القوم الاول وهنغير بكده منظومة وخريطة كرة القدم في مصر كل يوم يتأكد سر جديد من اسرار عظمة الاهل لما بنقولكم الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم احنا مش بنقول كلام يعني مرسل ولكن كل يوم يتأكد هذا الامر وديكم شفت بنفسكم جزء من بصمة الاهلي وتأثيره واحنا بنتكلم ازاي ننقل الصورة الزهنية العظيمة لمصر عشان السياحة وتواصل واختلاط الحضارات وامتزاجها الاهلي بيلعب دور كبير جدا افرحيم دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي سفيرا محترما لائقا وعلى خير نلتقي في التسعة مساء الاسنين القادم ان شاء الله سبرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة